اهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه ومنها الاتمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطب المختار وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية لأن قلة التكلفة ممكن يكون معناها رضاقة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر وده معناه تكاليف مضعفة وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات أهلاً بيكم نقصة بس في الكلام هنا كلمة واحدة بس إنه برضو المبلغة في التكلفة أحياناً يكون شيء غريب ومستغرب وعليم يقتع من علامات الاستفهام واستغلال يعني أخلينا وقعين يعني لا المبلغة في التكلفة مطلوبة ولا إننا أعمل حاجة مضروبة وأقول أنا بأعمل التخفضار وإننا حنين على المريض وإننا بتاع الغلابة لا بتاع الغلابة حلو جداً بس لو أنت عملت الحاجة الصحة أعمل الصح وخفض من هامش ربحك إنت يبقى أنت كده فعلاً بتاع الغلابة لكن تعمل الغلط وتكسب كتير ويبقى في الآخر التكلفة بقرشين وإنت عملهم بعشر قروج وكسب ثمانية في جيبك لا أنت كده حرام لأ أنت كده غلطان أنا بأكلم بمتاح الصراحة ومحدش يزعل مني واللي يزعل يزعل أقول لك إيه إنه إحنا عندنا مشكلتين دلوقتي في مصر في عالم الطب كله في ناس بتروح جاي عاملة بماتيريال رديقة مش معترف بها دولية يبقى ما فيش تكلفة جايبها بقرش ساعة جايبها ببلاش خالص حاجات بيضة حاجات أي كلام في المستحضرات كلها أنا بكلم على الطب عموماً وتروح بقى إيه حتى عليه الربح تمام كده وفي الآخر أنت ما كلفتش العين كتير ويبقى أن أنت أقل من غيرك في الفلوس أنت كده مش ضمير بتشتغلش بضمير الرجل اللي بيبالغ برضه بيبالغ قوي ده برضه بيحمل عن ناس أوفر الناس مش مستحملة إحنا في زمن صعب لازم نقف جنب بعض ولازم يكونش عندك الطمع والجشع أنك إنت تكلف الناس أكتر من طائطهم يا أخي خلي هامش لبحك متوسط بسيط جميل الدنيا هتمشي خلينا نقف الحية التانية التقويم اللي هنتكلم عنه النهاردة له تاريخ طويل أحكي لكم باختصار كده نورمال ويليام جانجلسلي سنة 1829 عمل شغل كويس جداً ومساهم رائع في التقويم معاه كمان واحد يسمى إدوارد أنجل سنة 1855 ده أول الدول عملوا أول نظام بسيط لتصنيف سوء الإطباق وعملوا المحاولات المهمة جداً في عالم التقويم جاء دكتور طبيب أمريك اسمه نورمان وطبيب تاني اسمه أميرسون أول ما نخترعه جهاز لفتح شقة في الفاك العلوي وبعدين في المنتصف السبعينات في القرن الماضي الأقواس كانت بتصنع عن طريق لف المعادن كده حوله كل سنة كان فيه طريقة كده زمان جاء إدوارد أنجل ده أبو علم التقويم الحديث وهو اللي حط التقويم العصري في الطرق بتاعته وغير طبيعة كل حاجة كانت بتعمل زمان إدوارد أنجل ده هو نزيل بقوله الأب الروحي للتقويم الحديث إلال لكن تعالوا بقى التقويم بقى اختلف كمان على أيام بقى وليام كينجس طبعاً ده زمان قوي ولا إدوارد أنجل ولا الناس دي خالص التقويم دلوقتي وضعية تانية جداً تعالوا نفهم التقويم بقى في 2021-2022 هي بشكله عامل إزاي؟ تعالوا نرحب بضيف العزيز الاسم المتميز دكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان وصاحب منشستير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة وطبعاً المؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان ضيف العزيز أهلا بك أهلا بك بعد بقى أنجل وكانجسلي والرواد القدماء دول من قرون لا يمكن إحنا شفنا صور لتقويم أسنان من أيام القدماء المصريين من أيام الفرعنة يعني أنا شفت صورة لتقويم أسنان من زمن طويل جداً وأصبح بعد كده التطور على مر السنين والزمن لا حد لما وصلنا دلوقتي لحاجات حديثة جداً في تقويم الأسنان وأصبحت ما بتاخدش وقت بطريقة سهلة وبسيطة جداً إنما هو تطور كتير من أول ما بدأ طب تقويم الأسنان الحديث حتى عشرين وعشرين وعشرين وعادة عشرين يعني سؤال المهمين فكرة عمل التقويم إيه والمشاكل اللي بقى عليها التقويم أول حاجة فكرة عمل التقويم أنا عندي مشكلة في الأسنان إذا كان سوء إطباق زي ما حضرك قلت أو عندي مشكلة في حضرك بتجرب تعمل دلوقتي أنا بعمل التقويم إذا كان سوء إطباق عندي مشكلة في البيت أو العضة ما بيعضش بشكل طبيعي إذا كان في الحالات الحالات المنتشرة جداً كلاس 2 أو كلاس 3 يعني تقدم في الفك العلوي أو تقدم في الفك السفلي أو حتى كراودنج كراودنج يعني فيه ازدحام أو أسنان كتير جنب بعضها من الأخباط شكلها مش في الرصة الطبيعية بتاعتها فالتقويم بيبدأ يزبط الأسنان دي بيرجع لي شكلها الطبيعي ولرصتها والبيت بتاعها الطبيعي ده فكرة عمل تقويم أسنان نحن نحط حاجة على الأسنان تبدأ تحرك الأسنان لحد لما توصل لصورتها الطبيعية وشكلها الطبيعي بقى كانت الكلاسيكيات بتاعته اللي احنا شايفين الفيديو ده اللي هو بقى إيه براس وبعدين بحاجات الحديثة بقى ده اسمه ألاينر ده أحدث حاجة موجودة نما الألاينر ليه لميتيشن في بعض الحالات زي ما هنوضح لحدود هنتكلم عنه بالتفصيل النهاردة التقويم لكن ايه المشاكل اللي بيصلحها التقويم ده كان سؤالي التاني المشاكل المهمة جدا أول حاجة سوق الإطباق يعني عندي مشكلة في البيت ودي بتدخلنا في العضة ودي بتدخلنا في حالتين مشهورين جدا وهم كلاس تو وكلاس ري لا براحة علينا فقط كلاس تو دي يعني لا براح لاقش تحدد اه كلاس تو يعني الشرحان عضة طبيعية الأول العضة الطبيعية أن أنا عندي الفك اللي فوق بيعمل تطابق على الفك السوفلي بصورة زي إيه دي كده بالزبط أن اللي فوق عضد على تحت وما بيكونش فيه يعني فيه أوفر جيت يعني ما فيش بروز في الفك للفك العلوي أو بروز للفك السوفلي طبيعينا على بعض كده واللي فوق بارز عن اللي تحت من ملي لتلاتة ملي ده الطبيعي الحالة التانية أن فيه مشكلة فيه كلاس تو يعني الفك اللي فوق بارز شوي طالع سابق الفك اللي تحت بكتير كام أكتر من تلاتة ملي ده اسمه كلاس تو أو كلاس ري إن الفك اللي تحت هو اللي طلع عم حصل له جروس أو نمو بشكل سريع فسبق الفك اللي فوق وده عضة معكوسة يعني عضة معكوسة أوكي ده كل أشهر ده كل أشهر العضة والحاجة التانية زي الصورة اللي قدامنا دي كراودنج يعني ازدحان في شكل الأسنان وكلهم مش على ألايمنت واحد يعني مش على خط واحد زي الصورة اللي قدامنا دي ده أشهر حالة في حالات تقويم بنسبة كبيرة جدا وده بعد مراكب ريسيس بحوالي ثلاث شهور بنرجحهم للألايمنت بتاعهم يعني الرصة الطبيعية أو الدوران الطبيعي بتاع الأسنان لو رتصفنا الصورة اللي فاتت دي ليه العيان عنده الكراودنج ايه اللي حصل عشان يبقى عنده الاستحامن ايه اللي حصله أثناء النمو والله أثناء النمو دي أبسط حالات من حالات تقويم إن فيه محتاج سبيس يعني الفك يعني الأسنان ما طلعتش فيه وقتها المزبوط وده أبسط حاجة يعني عندي سنة لبنية موجودة وما تشالتش فيه وقتها الطبيعي اللي المفروض تتشال فيه فطلعت السنة التانية فيه مكان مختلف وأصبحت السنة التانية قفلت عليها وفي النقطة دي بالذات بأحب أأكد على حاجة مهمة جدا وهي الأباء والأمهات يركزوا مع أطفالهم في الفترة بتاعة تبديل الأسنان الفترة بتاعة الأسنان اللي المنية دي مهمة جدا 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 إن احنا نركز مع الطفل ويكون ليه متابعة دورية مع دكتور التقويم أو دكتور الأسنان إنه يحافظ ويشوف متابعة دورية الأسنان وهل هي بتبدل بصورة طبيعية مقص مع اللي تحت ده ما يقدرش يقطع الأكل بصورة طبيعية آه ما يقدرش يكن لحمة ده ولا يقدر يكلها على جنب يكلها على جنب بس يعني هيكون متعسف هو مش هيقدر يقطعها بصورة طبيعية أو الأكل السوف ده في أثناء مراحل التقويم إحنا بنرجع السنان يعني ده مرحلة تانية لو رجعنا للصورة الأولى دي كلاس ري دي صورة من قدام الصورة بتاعتها من الجنب أنا مصورها يعني الصورة التانية بقى هي بتدخل السنان اللي تحت دي بنشدها الورد بنشدها بالقاب لحد لما نوصل لنتيجة النائية في الصورة الأخيرة إن الحالة تبقى طبيعية كده رجع كلاس ون أهو ده ختوة تقديم الحالة دي يمكن خدت سنة وثلاث شهور ودي أصعب حالة في حالات التقويم يعني الحالة دي من أصعب حالات تقويم إنه حالة كلاس ري الحالة كلاس ري أو إن الفك السفلي سابق الفك العلوي دي تعتبر من أصعب الحالات الدينتل لأن التقويم ممكن يكون عندنا مشاكل دينتل مشاكل في الأسنان في نمو الأسنان نفسه وممكن يبقى سكيلتل في العضم ومشكلة العضم دي مهمة جدا إنه نعرفها في البداية العضم ياخد وقت شوي العضم ده لو لحقناه هياخد وقت يعني لو لحقنا العلاج بتاعه قبل السن قبل الجروس ما يوقف هياخد وقت هياخد وقت كبير طب قولي بقى السن المناسب السن الأنسب للتقويم ناخده من البداية زي ما أنا قلت في السؤال اللي قبله إن إحنا نتابع الطفل في فترة من 6 سنين لـ 12 سنة دي هتكون متابعات دورية علشان ما يحصلش مشاكل سكيلتل مشاكل في العضم نفسه تأدي إلى بروز في الفك أو بروز في الفك العلوي يعني لازم نتابع الفترة دي تبديل علشان اسمه إن إحنا نحافظ على الأسنان على قد ما نقدر ما نعملهاش تقويم أسنان السن الأنسب للتقويم 12 سنة 12 سنة ده أنسب سن للتقويم إذا كان في الأولاد أو البنات من 12 لـ 13-14 يعني ده السن الأمثل للتقويم ما بيقودش وقت كبير زي ما بيعدي 17-18 النمو وبيقف فبياخد وقت أكتر الحالة هيا شاهدتها دي من أشهر الحالات اللي هو الناب اللي متعلق الناب ده بتشوف كيف ده كراودينج والأنياب دي بنسميها دراكولا كراينين زي الأنياب بتاع الدراكولا الأنياب دي بصورة مشهورة جدا في حالات تقويم بيبقى طالع على جنب كده يمكن الحالة دي سريعة جدا في حالها دلوقتي مع الأجهزة الحديثة ممكن تاخدش 6 شور ويرجع الأسنان اللي رصدتها بالصورة الطبيعية دي يبقى يرجع مش دراكولا يرجع مش دراكولا تاين بمناسبة دراكولا فيه فيلم اتعمل في مصر مصر الصين الدماء كان كوميدي مش كوميدي هو كان مش الصين ويبقى كوميدي بس هو طلع كوميدي ما يعملوش أفلام تريع مصر الصين الدماء الحالات اللي زي كده بتاخد علاج ممكن من 6 شهور لسنة على حسب سن المريض فالسن الأمثل 12 سنة علشان يقدر يخلص بصورة سريعة ويتعامل بشكل طبيعي مع الناس دايما الحاجات اللي فيها أنواع كلمة أنواع بتلغبط الناس بين وبين بتلغبط الناس من ناحية ايه بقى ايه يقولك ايه ايه انا اسمعت تقويم معدنيه ده فيه تقويم شفاف ده فيه مش عارف ايه اه ده ده أحسن من ده وطبعا اللي يعمل حاجة يبقى متعصب لها يعني ده انا يا ابني عملت التقويم معدنيه وده أحسن حاجة فيش غيره واحد عملت التقويم الشفاف يقولك ما تشاف ده فاكلمي عن أنواع هو التقويم الأسنان او الحاجات البريسز اللي بنحطها ليها اه انواع اول حاجة فيه تقويم اسمه التقويم المعدني او الكلاسيكي والتقويم الشفاف والتقويم الشفاف ده فيه منه نوعين بريسز او حاجات بتتلزق على الأسنان زي اللي موجودة دي سراميك وده بتباني انها شفاف الواير بتاعها بيكون شفاف بخلاف الصورة اللي على الشمال دي ده متل بريسز او التقويم المعدني والنص اللي على اليمين ده سراميك بريسز والاتنين دول من أنواع التقويم ده تقويم ثابت في الحقيقة ده انا بأفضل اكتر التقويم المعدني لأسباب كتير جدا اول سبب مهم جدا في التقويم المعدني ان هو بيكون بيحرك السنان بصورة اسرع كتير من التقويم الشفاف يمكن التقويم الشفاف حلو في الحالات اللي بتطلبه انا ما بحبش اشتغله الا في الحالات اللي بتطلب تقويم شفاف للتعامل مع الناس مثلا او سن كبير بيكون عنده شوية احراج من انه يعمل تقويم معدني ويكون ظاهر في تعامله مع الناس فبنختار له السراميك بريسز ويزيد شوية ثلاث شفاف العلاج او حاجة مش مشكلة بالنسبة له انما التقويم المعدني هو الامثل في السرعة وانه حرك الاسنان بصورة سريعة جدا ونتيجة في الاخر مرضية جدا الرعب دايما عند الناس المدة المدة دي بتختلف من من حالة لحالة على حسب الحالة دي في انهي كاتيروي من عدم اطباق او كلاس دو او كلاس دي انما معظم الحالات دلوقتي بقت بتتحل في وزين سنة يعني ما بتزدش عن كده فيه ناس بتعتقد انه لما تعمل تقويم النطقة يتأثر البنت مش ضعف او الولد مش ضعف يتكلم كويس في الحقيقة التقويم الاسنان لما بنيجي نركب ده بيكون حاجة غريبة شوية بالنسبة لبعض الناس خصوصا في السن الكبير علشان كده بنفضل نعمل تقويم في السن الصغير لان هما دلوقتي في السن الصغير في السن 12 سنة 13 سنة هما بقوا يطلبوا اصلا ان هما يركبوا تقويم لانه هو شايف في المدرسة كل صحابه مركبين تقويم لانه هو بقى مشهور جدا في السن ده اللي عنده مشاكل بيعملها في السن ده فهم بيطلبوا فبقى ما عندوش مشكلة انه يعمل تقويم معدني او حتى شفاف في السن ده فبيتكلم بصورة طبيعية يمكن في اول يوم او يومين بيحس بحاجة غريبة لو اي واحد فينا وهو بيأكل اتحشر فيه اي شوية اكل بين السنان بيحس بمشكلة كبيرة لحد لما الاكل ده يطلع فاللي بيحط تقويم بيحس بحاجة غريبة اول يوم او يومين خصوصا مع الشد بتاع الواير انما بعد مرور يومين بالزبط بيمارس حياته بشكل طبيعي من غير اي مشاكل ومن غير اي وجع الاكل النطق والكلام ما فيهوش مشكلة مع التقويم عندي عضية مهمة لازم اسألك فيها في ناس مثلا عندها مشاكل وكبروا في السن وصلوا بس لسن 35-40 سنة تمام عندهم اعتقدوا التقويم ايه بقى في سن 40 سنة وفي سن 35 وفي سن 30 سنة مكبرنا على الكلام ده فهرجع تاني الموضوع السن هل في سن التقويم معاين انت قولت 12 سنة ده بداية ده السن الامسل انما مفيش منع طبي ان اي حد يعمل تقويم حتى لحد 50 سنة اذا كان حالة الاسنان وحالة العظم بصورة طبيعية ما فيهوش مشكلة انما احنا بنركز دايما ان احنا نعمل تقويم بدري علشان الحلل زي كده ان احنا لو ما عملناش تقويم بدري وعنده مشكلة في الفك ده في الحقيقة بيسبب ان الفك بيفضل ينمو ينمو لحد لما يوصل زي كده ده مشكلة في الفك مش في الاسنان يعني ده نمو الفك اصبح بصورة كبيرة وعنيفة جدا يعني بصورة كبيرة يعني وضع الاسنان كده هو ده في الحقيقة ولا هيعرف ياكل ولا هيعرف يتعامل حتى مع الناس لان شكل وشه كبير او شكل الماندبل بتاعه بيرديل حالة بعد كده يعني ده اضطر يعمل تقويم جراحي لان هو لو ما لحقناش في السن المناسب هنضطر نعمل التقويم الجراحي ده الحالة قبل وبعد تقويم الجراحي ده عمل جراحة ما عملش تقويم اسنان عادي ده جراحة جراحة تجميل في الفك فاصبح الصورة اللي على الشمال ده قبل التقويم الجراحي والصورة لعليمين بعد التقويم الجراحي يعني احنا في الحالة اللي زي كده اضطرينا ان احنا نعمل او ان احنا نعمل تقويم في الفك نفسه نعمل جراحة كبيرة جدا علشان نقدر نوصل الحالة للشكل اللي على اليمين ده بنعمل كسر بين في الفك التحتين بنضطر إن احنا نكسر في الفك ونسبته في الوضع الجديد وبنكسر كمان الحالة اللي زي كده كسرت في الفكين الفك العلوي والفك السفلي وده اسمه ليفروت تو يعني يمكن هي لها حل وأصبح حل سهل إنما إحنا ممكن نتفادى الحلول دي إذا البيشن ده اتلحق في سن الثمان سنين أو تسع سنين نقدر نعمله حلول تانية غير تقويم الجراحة العملية دي الإنسان فيها بيقعد شهور وسنة يعني وزين ثلاث شهور بقى كويس آه شهور آه برضو تقدمت النوعية دي مجردت بقى أسمع إنها على الأل سبت الشهور لسنة الحالة دي إحنا يمكن أول صورة فيها الحالة بقت بتتعمل ديجيتال فعشان كده ما بقاش يعني كل حاجة بقت محسوبة يعني لو جينا هنا كده ده صورة سري دي لي بقى متاخدة من الأشعة المقطعية فأصبح إحنا داخلين نعمل الجراحة التقويمية وإحنا عارفين إحنا هناخد عدم قد إيه بالزبط قبل زي غير زمان زمان كنا بندخل العملية بنطع ونحرك على حسب ما إحنا شايفين في السيرجي إنما ده دلوقتي بقى فيه جايد كمان محسوب وعلشان كده بيسهل البوست أوبرتف بين أو كومبلكيشن يعني الحاجات اللي بعد الجراحة أصبحت محسوبة فبتقلل الرزق وبتقلل المخاطر اللي ممكن تحصل بعد العملية العناية بالأسنان بقى يعني هل في أسنان التقويم نتوقف على العناية في ناس بتقف ما بتهتمش بأسنانها في وقت التقويم خاص ده هو بالعكس المفروض أثناء تقويم الأسنان نحن نحافظ على أسناننا بصورة أكبر من قبل التقويم لأن أنا حاطت حاجات أو بريسز على الأسنان البريسز دي بتجمع أكل وإحنا بنحرر كمان في الأسنان فإحنا لو ماهتمناش بالغسيل والمتابعة الدورية مظبوط أثناء تقويم الأسنان بالعكس بنودي الحالة ليه حالة مش كويسة أو صورة يعني مش أحسن حاجة يعني مش أحسن حاجة مطلوبة إنما العناية المفروض بالعكس إنه يحافظ بالغسيل والفرشة يمكن ثلاث مرات أو أربع مرات في اليوم أثناء تركيب التقويم يعني أثناء فترة العلاج كلها لازم طول فترة العلاج أي أن كان نوع التقويم إيه؟ أي أن كان نوع ده بالعكس إحنا لازم نحافظ بصورة أكبر يعني لأن أسنان بتتحرك والحركة بتاعت الأسنان بتأثر على العضم واللسم فلازم نحافظ على الأسنان بشكل أكبر أسنان فترة التقويم في موانع معينة بحكلات معينة بكلهاش في التقويم خلص؟ إحنا دايما في أنا حافظ جملة كده بقولها أول ما برك التقويم أسنان بيبسي وشيبسي وشوكولاتة ومكسرات الحاجات دي كلها ممنوع أسناء يعني يمكن أنا قلتها دلوقتي كمان كده حفظ الحاجات دي ممنوع أسناء فترة التقويم يمكن الحاجات اللي هي اللي فيها صودة ممنوعة خالص في أسناء فترة التقويم والأكلات النشفة المكسرات الجزر الحاجات دي ممنوعة لأنها ممكن تكسر الحاجات اللي ملزوعة على الأسنان لأن الحاجات دي إحنا لازقنا بلازم بيتشال بعد كده بعد فترة التقويم الحاجات دي ممكن تأثر يعني مش ممكن هي بتأثر على التقويم وممكن ترجع للحالة للخطوة اللي قبلها يعني أنا لو هو معي متابع النهاردة بعد 6 شهور مثلا وفكت الحاجات دي من أكلة غلط هنضطر نرجع لشهر فات نرجع نلزق البراكت الثاني ونرجع بسلك مرة لورا يعني فهيأخر نفسه شهر أو شعرين لأنه أكل أكلة ممنوعة أثناء فترة التقويم بعد انتهاء بقى التقويم قلاص إحنا قمنا به هل مطلوب بالآن حاجات معينة عشان يحافظ السن أو يحافظ الأسنان على وضعياتها الحالية ما ترجعش هل فيه فعلا فيه ذاكرة في السنان طبعا يمكن حضراك أنت حضراك مذاكر الموضوع كويس فيه ميموري فيه السن أو في الفك الميموري ده بيرجع الأسنان ل لصورتها قبل التقويم علشان كده بنضطر بعد تقويم الأسنان نعمل حاجة اسمها فكسيشن يمكن الفكسيشن ده بيقعد فترة طويلة بعد تقويم إن احنا نثبت الأسنان على وضعها بعد نتيجة التقويم وفي الحقيقة أجهزة الفكسيشن أو إذا كان وير ثابت بنحطه أو أي جهاز بيتلبس ده مهم جدا بعد فترة التقويم ومهم جدا كمان المتابعة الدورية يمكن على الأقل في أول سنة بعد تقويم نشوفه مرتين بعد كده بنشوفه متابعة دورية كل سنة علشان نتأكد إن الدنيا سليمة زي ما شنا يوم التقويم في بعض الأفكار في دماغ بعض الناس أفكار فيه جزء منها يعني تخريفة قوي فيه أجزاء لازم ناخد العيان بالراحة ونفهمه يعني فيه ناس مثلا تروج ويقولك لا التقويم ده في الآخر آه هيرجع لي سنة حروصها وكل حاجة بسيوها هيدمرها هيأثر عليه هو بالعكس الأسنان ما بتتأثرش بالتقويم ده مفهوم خاطئ جدا يمكن إحنا في الحالات اللي بنعمل لها تقويم ده أحسن حل لرجوع الأسنان لوضاعات طبيعي يمكن فيه حلول تانية بتتعمل ممكن في السن الكبير اللي مش قابل أو عنده مناسبات أو راجل بيطلع فيه مثلا في ميديا أو أي حاجة مش هينفع يحط التقويم في أسنانه فيه حلول تانية بالتركيبات أو غيره إنما يظل التقويم هو الحل الأفضل للحالات المناسبة لي والسن المناسب لي هايسألك العيان يعني لسه مش هتتأثر بكل الواير والحديد والكلام اللي احنا منعمل احنا قلنا مع الغسيل والمتابعة الكويسة أو المتابعة إن احنا نتابع البيشنت بتاعنا في الفولو أب بطريقة كويسة والبيشنت كمان يكون متفايد يعني عارف إحنا بنعمل إيه كويس دي مش هتتأثر وبالعكس هتدي نتيجة أفضل كتير هل ممكن التقويم يترفق مع خلع السنان؟ أشيل السنان وأنا بقوم؟ ده سؤال مهم جدا وأصبح الناس كانت بتهرب أصلا من فكرة التقويم خصوصا في كلاستري أو كلاستو يعني لو رجوا للحالة الكلاستري صورتها الحالة اللي زي كده احنا مضطرين نخلع الفورس يعني مضطرين نعمل خلع للأسنان احنا ما بنخلحاش كده عشوائي وخلاص احنا بنخلع بناء على إكس ري وأشعاعات بتتعمل وإياسات بتتعمل احنا محتاجين نخلع مثلا الفورس هيدينا حالة زي كده يمكن في الفك اللي تحت ده علشان نقدر لو جبنا الصورة اللي بعدها من الجم زي دي بعد الناب ده الناب اللي موجود فيه بينه وبين اللي بعده ده سبيس ده كانت خلع عشان أقدر ألم السنان فيه المكان اللي تخلع لأنه أنا مش هقدر أرجع السنان دي كلها وراء من غير ما أكريت لها سبيس أو أخلق لها سبيس إنها تتحرك فيه أرجحها إزاي وأنا مفيش مكان أرجع لازم يكون بس دي في الحالات الكبيرة بس إنما الحالات الصغيرة اللي هي الكراودنج اللي زي الحالات اللي فيها ازدحام كده فيه معظمها كتير فيه أجهزة تقويم دلوقتي بتوسع الفك نفسه من غير ما نضطر نخلع بس دي فيه حالات بسيطة جدا إنما الحالات زي الحالة دي ما خلعش الناب ده نزل في مكانه ووسعنا الفك بطريقة معينة إنه ما خلعش أسنان إنما فيه حالات كتير مطلوب منها أنها تخلع وده ما بيسبش بعد كده المكان اللي تخلع ده فاضي بالعكس إحنا بنقفل المكان ده وبنقفل في الآخر أسنان كلها بتكون متطبقة ومقفولة جنب بعضها نورت وأبدعت شكرا لك عزيز دكتور محمد سامح الحديدي أخصائي زراعة وتجميل الأسنان وصاحب مجلسة زراعة الأسنان والمؤسس لمركز رايد انت لزراعة وتجميل الأسنان كان ضيفي في واحدة من حلقاته الموسعية والشرحية التفصيلية الجميلة جدا في عالم مسير جدا التقويم أنت فهمتوه كله دلوقتي القرار في إيدك تعمل تقويم لولادك ونفسك لو أنت عندك كمان خلل وكل ما يكون التقويم في سن مناسب 12 سنة كل ما يكون النتائج أكثر إبهارا وجودة لا يعلو على التقويم برانش تاني لأنه في الآخر أنت بتعمل كل شيء لكي تحافظ على أسنانك الطبعية لكن بعض برانشات الطبية التانية في طب الأسنان لابد دور مع بعض الحالات عشان تخلي السنان تبين كويس التقويم مع تجميل ليسوا أعداء ولكن هم عبارة عن شراكة مميزة في الآخر هدفها واحد إنك سنانك تطلع حلوة وإحنا كلنا عايزين ابتسامتك طبقة زي ابتسامة النجوم ابتسامة هوليود الحقيقية من ناحية العلمية مش من ناحية تجارية خليكم مع الدكتور مع الأسف بعض الناس بيتعامل مع المفاهيم الخطئة في الطب على إنها معلومات صحيحة ومؤكدة يجب التوجه مبكراً للطبيب المختص لتجنب المضاعفات والنتائج العكسية أهلاً بكم جامعة مناشة عملت دراسة الحقيقة الدراسة دي تحيث أن أتصرف عليها فلوس كتير بس برضو الأمور مش واضحة فيها هل بواسير على حالة وراسية؟ مناشة ميالة جداً لهذا المعنى الفريق بتاعهم البحثي بدأوا يدرسوا الجينات الوراثية والتغيرات الوراثية الجينية اللي في المرضى طبعاً هما بيجيبوا عدد كبير جداً من مرضى بواسير بدأوا يدرسوهم جينياً وشوفوا الطايبينج بتاعهم إيه في حاجة اسمها HLA System اللي هيهم الليكوستيك أنتجين طبيعة الوراثية دي المجموعة المرضية ديه وجدوا على حد تعبيرهم إن الموضوع له شقية وده برضو يعني يخلينا أقول إن القصة بتاعت الوراثة آه يعني قد تكون في المستقبل القريب نحط إيدينا على الموضوع لكن هما في ورقهم البحثي قالوا كلام اللي هو زي ما أقول لك يعني كأنك يا بوزيد ما غزيت اللي هو قال لك إن المجموعة الوراثية بالتأكيد لها نفس السلوك الغذائي في التعامل مع الأكل في التعامل مع الراحة فهتلاقي اللي عندهم بواسير ما بيأكلوش ألياف بيأكلوا فاصفود بيميلوا إلى الأكلات القوية بيميلوا إلى الأكلات اللي فيها بوهارات عالية وشطة وفي نفس الوقت بيعانوا من سمنة طب يعني ماشي ما إحنا قولنا قبل كده إن القصة ريسك فاكتورز موجودة تمام بس رجعوا تاني اكتشفوا قالوا إن الجينات اللي فيها خلل بتعبر عن هذا الخلل في الأوعية الدموية في أواخر الجهاز الهضم وفي أوعية دموية أخرى في الجسم عشان كده لازم ناخد بالنا من حاجة إنه وكلام اللي للزملاء بقى اللي برى الجراحة اللي عنده بواسير ركز حضرتك في مشاكل الأوعية الدموية في جسمه كلها هتجد إنه في ممكن يكون عرضة لدوالي في أجزاء من جسمه هيكون عرضة لجلطات في الأوعية الدموية الداخلية يعني في الديب فينز في الفينز الداخلية هتشوف العلاقات دي قريبة من بعضها بس برضو عشان أقول لكم علمياً مفيش بصمة مؤكدة يعني اللي إحنا نقول بقى آه بالفعل في جين وراسي في خلل في الوقت الحالي ربما حتى الآن تبقى للأرق البحثي اللي قدامي ممكن في المستقبل يتأكدوا فعلاً من خلل جين طيب حتى لو تأكدنا هي العملية الجراحية البواسير حلها الوحيد جراحة تعالوا ندخل في هذا العالم عالم البواسير المسير وطبعاً النهاردة حوار علمي من طراث فريد مع واحد من النجوم هذا العالم في الوطن العربي اسم قدير بسعد بحواره العلمي وطبعاً عشرة عمر يعني ضيف العزيز الصديق والزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد مجد النجار عضو الكلية الملكية الجراحين بإنجلترا المدير والمؤسس لمؤسسة تعيادات هيموكيور المحاضر الدولي المدارب المعتمد لجراحات الشرق والمستقيم الصديق والزميل العزيز أهلاً بك يا دكتور محمد أهلاً دكتور محمد إزاي حضرتك قبل ما ادخل في البواسير تعريفاً هي البواسير مناش واضح من كلامه انهم عاملين لفه دوله عشان يسبتلوا الموضوع وراسة هل هي علاقة بالوراسة؟ هو طبعاً زي ما حقاك قلت هو مفيش حاجة تقدر تقول المية في المية انه الحكاية دي جينيتكس او انه في جين معين هو المسؤول عن وجود البواسير او عدم وجودها يعني لكن من خلال المرضى اللي بنشوفهم على مدار السينية اللي فاتت دي كلها احنا أحياناً نلاقي الحكاية running in families يعني نلاقي البنوتة صغيرة بتكشف عندها بواسير عندها 25-30 سنة ولما تسأل هل ماما كان عندها او بابا او حاجة تقول اه ماما كان عندها بواسير في عائلات ففي عائلات عندها بواسير معروفين وتلاقي 90% من افراد العائلة عندهم بواسير بس او فعلاً حكاية منقوصة شوية لانه هو انت هتلاقي ان هما بيعملوا نفس العدات الغذائية زيهم زي غيرهم فممكن نقول ان هما في غيرهم بعمل نفس حكاية لكن مفيش يعني مش زي الحاجات الجينية اللي ندرون ان فيش جين اسمه كذا هو المسؤول عن البواسير يعني لكن حقيقة في عائلات عندها بواسير كاملة على بعضها يعني ايه تعريف البواسير؟ البواسير هي تمدد في جدار الاوعية الدموية او خلا نقول انه عبارة عن وريد زي الوريد اللي في ادينا او في رجلينا لكن خد دم زيادة شوية ولانه جداره ضعيف شوية فبدأ يتنفق وكأننا عندنا باللونة مسكنها في ادينا لكن نفخناها بمية او بهوى زيادة شوية فبقى حجمها كبير شوية على الصورة الموجودة دي وسألنا بقى ألبس نظرة بس فت بعد شوية على الناحية دي دي صورة سليمة لاوعية دموية سليمة وعلى الناحية التانية اوعية دموية متمددة شوية او بدأت لونها ازرق فبدأت تاخد دم زيادة شوية فبدأ يبقى جدران الاوعية الدموية كبيرة اذا فالبوسير هي تمدد في جدار الاوعية الدموية او انتفاخ في الاوعية الدموية المحيطة بالشرج وهو في العادي ان احنا عندنا الاوردة يعني الاوردة دي موجودة عندي وعند كل السادة المشاهدين كلنا عندنا اوردة حوالين الشرج لكن اذا زاد حجمها اذا خدت دم زيادة اذا جدرانها ضعفت شوية تتنفق فتعمل بوسير ايه الاسباب؟ اسباب كتيرة جدا جدا للبوسير اهمها الضغط الدائم على الحوض يعني الاوردة اللي حوالين الشرج دي من فوق هي ممتدة لحد فوق اذا ضغطنا عليها من فوق بالزيادة يخلي الدم يروح لها بشكل كبير فحجمها هيكبر فمن اهم الحاجات هو الجلوس لفترات طويلة على مقاعد الحمام المفروض وقت الحمام ده يبقى من ثلاث دقائق لخمس دقائق بالكتير المريض او الانسان العادي يفضي الفترات بتاقته ويخرج عادي لكن احيانا بتسمع ان في واحد قاعد في الحمام نص ساعة واقعد في الحمام ساعة وسرحان فمسلا احنا مسكين تليفون بالزبط كرسف الموبايل صحيح تمسك التليفون تعمل تتفرج على السكرولينج مش عايف تعمل ايه فبتسرح فتفضل قاعد فترة طويلة الاوعاد ده بالشكل ده هو ضغط على الاوعاد الدموية فيعمل بوسير بعض السيدات طبعا اثناء الحمل مثلا وجود البيبي في الحوض لفترة طويل واجن المليانة حاجات ومش عارف ايه فكل الحاجات دي مية في المية تعمل بوسير الشراجي في ناس بلاكل شطة رهيبة اه وال في شطة كمان رهيبة او شطة درجات درجات انا مرة كنت بواحد صديق يعني كان زارع حاجة كده شطة فقال لي انا عامل له كيس يعني صديق له مزرع كده قريبة من عندنا فعمل لي كيس كده قال لي ده هدية فانا اعتمدت هدية لطيفة يعني فخدت الهدية وروحت جاي باكل حتة في الفينس اه يعني كده انا قلت قال لي هو انا ماشي بيقول لي بس خلي بالك دي شطة شوية فانا قلت يعني فباكل كده حاجة اللي هو انا عايز اروح اروح له اضربه اوه انا تاكسي قديني مية ايه مية ايه مفيش مية انا مكانش مية انا حسيت ان كأن بص كأن فيه بالضبط عارف نيزك نزل من السماء اوه ونزل كده هو واخده انا بالأخضان النيزة هي هتلاقي درجاتها كانت شديدة اه اه يعني لا وانت اصلا بتقول الشطة لا انا باكل بس بسيط يعني الشطة انا بحب الشطة بس اللي هي الايد الشطة الطبيعة اللي هي المقبولة بقى اه يعني حاجة كده بس وفاكلات معينة يعني مثلا ان الشطة مع الفول لما الوحد بيأكل فول كل سنتين مرة كده يعني لا انا اكتشاف ساعتها ان الشطة دي لها ابعاد تانية لها درجات طبعا وفيه ناس بكلها بشكل عنيف جدا ودول يؤثر طبعا على الجهاز الهضمي فيبقى يعني هضمها صعب فطبعا يبقى عندهم بواسير فحتى المثال بتاع الشطة الجيب بواسير ده طبعا حاجة حقيقية لكن اذا كان جهازك الهضمي وبيعرفش يهدمها كويس فيحصل منها بواسير الشرجاء اذا فالاسباب كتيرة حاجات اللي هي علاقة بالاكل وحاجات اللي هي علاقة بالعادات المش سليمة اثناء التغوط وحاجات قد تكون جينية زي ما قلنا في العائلات واحاند احيان برضو اثناء الحمل والولادات والحاجات الازاكدة الانواع ايه بتاعنا؟ هيتقسموا ليه درجتين كبار اولا عنوان كبير هنقول عليه بواسير داخلية وعنوان تاني هنقول عليه بواسير خارجية الاتنين مختلفين في كل حاجة وحتى في اعراضهم مختلفة البواسير الداخلية هي بواسير موجودة من جوه المستقيم شوية من فوق دنتيت لاين او الخط المتعرج في المستقيم اللي هي على الصورة دي هتلاقيها من فوق شوية البواسير الداخلية دي تحصل لتيجة الامساك المستمر او الضغط على الاوعية اللي في الحوض فتبدأ تكبر هي نفسها ليها درجات نقول عليها درجة واحد اتنين تلاتة اربعة او درجة اولى تانية تالتة ربعة وهكذا الدرجة الاولى المريض مش هيحس بحاجة ولا الدكتور يشوف حاجة غير بعض الديسكمفرت او انه قاعد مش مرتاحة الدرجة التانية يبدأ الدكتور وهو بيعمل منظار جوه الشرج يبدأ يشوفه يبدأ يشوف ان الوريد ده متمدد او كونجستد او محتقن شوية الدرجة التالتة المريض اللي هيقولها ان انا لما بدخل التواليد للتبرز يخرج انسجة من داخل المستقيم للخارج وترجع تاني في مكانها ارجعها انا بايدايا او ترجع في مكانها الدرجة الرابعة برضه المريض هيقولها والدكتور هيشوفها انه في انسجة خارجة طول الوقت موجودة الشرج خارج منه انسجة او خارج منه بعض الاوليدة المتمددة طول الوقت براه المستقيم اذا ده البوسير الداخلي العنوان الثاني اللي كنا قلنا عليه البوسير الخارجية هي حاجة حوالين فتحة الشرج منفوخة ومتغطية بجلد يعني الجلد اللي حوالين فتحة الشرج مغطية ودي من العلامات اللي منفرق بيها البوسير الداخلية عن الخارجية البوسير الداخلية هو وعدم متمدد حتى لو خارج برا مش متغطي بجلد البوسير الخارجية هي أو عادة موية منفوخة من برا من حول الشرج ومتغطية بجلد إذن فها الداخلية وخارجية وكل واحدة لها أنواع يعني يعني أنواع غير الدرجات آه الأنواع داخلي أو خارجي ثم لا يجوز أن احنا نقول البواسير الخارجية من درجة الرابعة ما فيش مصطلح اسمه كده الدرجات تروح للبواسير الداخلية فنقول درجة أولى أو درجة تانية أو تالتة أو رابعة على حسب الوصف زي ما وصفناه كده موجود جوه ولا بيخرج خارج الشراج درجات متخصصة أو مرتبطة بالبواسير الداخلي بالزبط طيب الأعراض بتاعت البواسير عنها يشيك من ايه؟ طيب خلينا نقولهم من أول ما هيحصلوا يعني بترتيب حدوثهم ومن الصغير لليل كبير أولا بعد الدسكمفرط بعد عدم الروحة ما قلناش لسه في وجعة وعايزين نقولي أن البواسير بطبيعتها هو مرض غير مؤلم إلا إذا حصل عليه بعض المضاعفات فهيبقى مؤلم فمن البداية المريض هيحس أنه مش مرتاح هيبدأ وهو قاعد في مكتبه حاس أنه مش مرتاح فيه حاجة مش مريحة في القاعدة فيبدأ يقوله غير الكرسي أجيب كرسي قطرة شوية مش عارف ايه وهكذا وهو بسوق العربية يحس أنه مش مرتاح تاني حاجة هيبدأ يحس أنه فيه نقطتين ثلاثة دم نزله مع التواليت هو إحنا قلنا أنه ده وريد متمدد فجدرانه ضعيفة فأحيانا مع احتكاك الفضلات بالوريد ده يلتش في الوريد كده فينزل نقطتين ثلاثة دم أو حاجة فمن الأعراض الأولية اللي هيشوفها أنه يلاقي نقطتين ثلاثة دم أثناء دخول الحمام أو حاجة ثالث حاجة أنه يبدأ يلاقي أنسجة متورمة يعني حت خرجت أو حت حوالي الشرج موجودة تول الوقت فيبدأ يحس أنه فيه حاجة قد يتخيل أنه خرج أو حاجة زي كده لكن فيه نسج متورم حوالي الشرج رابح حاجة الألم فالألم هي مرحلة متأخرة في أعراض البواسير لأنه عشان يحصل ألم لازم تبقى الوريد ده تقلط أو دمه متقلط أو البواسير نفسها تكرحت أو بقت درجة كبيرة أو فيه متدلية ودلوقت فعمل ضغط كده على المستقيم فتعمل وجهة إذن هو إحساس بعدم الراحة ثم نزول بعض قطرات الدم ثم خروج بعض الأنسجة أو وجود بعض التورمات حوالي الشرج ثم ألم عنيف إذا حصل أي مضعفات على البواسير المقصود بالتشخيص بأن أنت تعرفت على البواسير المريض بيبقى عارف صحيح أو أن التشخيص يعرف درجاتها ومكانها والحاجات التشخيص لحاجتين أولا للإطمئنان أن أنا عندي بواسير لأن الأعراض متشابهة مع بعض الأورام اللي ممكن تبقى موجودة في المستقيم لأنه المريض اللي عنده بعد الشر ورم داخل المستقيم أو حاجة كل الأعراض أنه يبقى عنده بعض التعنية الاستتقال اللي إحنا ممكن نسميه عدم الراحم مش مرتاح نفس الأعراض صحيح وعنده شوية دم بينزله من المستقيم وخاصة على كده فأهم حاجة في التشخيص أنه نقول أن المريض ده عنده بواسير ما عندهوش حاجة تانية ما عندهوش حاجة تانية ودي حاجة مهمة جدا جدا في التشخيص تاني حاجة أنه نعرف نوع البواسير هي بواسير داخلية ولا خارجية تالت حاجة أنه ما فيش حاجة مقترنة بالبواسير زي الشرخ الشراجي وغيره ده بقى بيتعمل إزاي ده بقى بتعمل بأجهزة متقدمة جدا أجهزة مؤتمدة على الفحص مش بس بالنظر لكن مؤتمدة على الفحص بالرؤية وبالدليل زي البروكتو ستيشن ده أو الجهاز اللي موجود والجهاز ده بيحتوي على ثلاث حاجات موجودين أصدنا حتى في الصورة هو الإن المانومتري أو فحص عضلات الشراج وده يهمنا في بعض الحالات والإند وإن الألترا ساوند اللي هيخلينا نقول إذا كان المريض ده عنده خراج أو نصور أو أي حاجة حوالين المستقيم وأهم حاجة بقى في البواسير الهايروزيليوشن أنوسكوب أو الكاميرا عالية الدقة اللي هنقدر نشوف بيها البواسير طولها وحجمها وهل هي بواسير داخلية أو خارجية وأهم حاجة في الجهاز ده السكرينينج إنه هيقول لنا إذا كان المريض ده عنده ورم في الشراج أو المستقيم ولا لأ الجهاز ده بيشتغل عن طريق أبليكيتور حاجة زي المزارس الرفيعة جدا يوصل في أخيرها ضوء وأخيرها في كاميرا بيدخل جوه المستقيم طبعا كل ده فولي لابريكيتور ما بيوجعش العين أبداً على حاجة ولا محتاج بنجة حتى بنعمله في العيادة وعلى مونتور كبير بنبدأ نشوف كل ملي جوه المستقيم إذا كان في زوايد قولونية إذا كان زوايد لحمية في المستقيم أو إذا كان في ورم في المستقيم أو إذا كان في بواسير أو شرخة أو غيره في إجراء سهل جداً بيطلع مطبوع على ريبورت كده وياخد العيان نسخة منه إنه خلاص إحنا شفنا كل حاجة موجودة بصورها بالكومينتس بتاعتها إذن في التشخيص مهم جداً إنه نقول إنه ما فيش حاجة تانية غير البواسير وإذا كان في بواسير في حاجة معها ودرجتها إيه ونوعها إيه ونعليجها إزاي طيب الخطة العلاجية بقى ولماذا البواسير تقع في قمة الأمراض اللي الناس تقولك أنا عندي بواسير بقى لها كذا صحيح ليه البواسير تطنش بهذه الدرجة المريض بيتعايش معها ليه لأنه بيخاف من العملية وكان عنده حق يخاف من العملية لأن الدراما والسينما والأهل اللي حواليه وكل حاجة لفترات طويلة جداً هم صوروا له إن عملية البواسير دي زي ما بتطلع في الأفلام كده وفي التلفزيون وبتاعه ناس بتصوت وكان حقيقي زمان كده احنا كنا تخيل منطقة حساسة جداً وكنا نشيل ونقطع فيها البواسير فيبقى المريض عنده لو عنده اتنين تلاتة بواسير فعنده جروح كبيرة جداً يمين وشمال فالمريض ده لما يجي يتبرز أو حاجة يحصل لوجه عنيف جداً 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 وكان من أشهر الحاجات اللي يتخوي في العيان زمان هو وجود الفتيل كنا نقور شاش كده لأن ما كانش فيه حاجة بنعملها غير إن إحنا نشيل البواسير ففيه جرح بينزل دم فمنتهى البدائية فعشان نوقف الدم ده كنا بنحط حاجة تجبس الدم زي ما بيقوله فبنقور شاش كده خمسة ستة في بعض ونحطهم جوه المستقيم بعد العمليات ونقوله سيبها 24 ساعة على ما بيجي شيلها تاني يوم بتبقى نشفت فتخيل إنك بتحرك حاجة محشورة جوه للشرج وعلى جروح كبيرة فإنما ما يجي شيلها كان يعني ألمها أكبر من ألم العملية فكل الضيلمة دي كانت تخلي العيان وأنا لو ما كانه أكيد ما كنتش هعمل كده يعني أكيد أكيد مش أعيش بالبواسير وخلاص لكن كل ده تغير هو أصبحت العمليات لا تقارن ولا حتى يتم إذا قلنا ندي عمليات فدي مش عمليات دي نزهة لأنه مش شطارة من الدكتور لكن ما بقاش البواسير بتتشال أول تكنيك كله تغير يعني ما بقاش في جرح هنعمله الكورة المنفوخة دي ما بقاش هنستقصلها إحنا بقنا هندخل جواها زي ما بيحصل حالا على الشاشة كده بالمنظار وبعدين إحنا حتى إحنا دي ما بتتشالش بقى إحنا هو بس عشان يورينا إحنا بندخل جوا البواسير يعني بأسطرة رفيعة جدا 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 كترها تلاتة ملي أقل من أنبوبة الألم يطلع منها أشعة وحرارة بموق طولي معين يوقف الوعاء الدم واللي بيغزي البواسير ويخلي البلونة دي يحصل لها شرينكتج أو تتقفل على بعضها وأنا سايب كل حاجة في مكانها لا هشيل البواسير ولا هيبقى عندي جرح كبير ولا هضطر أحط الفتيل ده يعني حتى الفتيل ده خلاص بقاش موجود يعني وبقى المريض يخرج ولا خلاص في حاجة بيحتاجش لها ولا أي حاجة وبالتالي حتى ما بقاش في غرز ولا نضطر ناخد غرز عشان نقفل جرح ولا حاجة ولا نضطر نحط الفتيل ولا يبقى فيه الجرح الكبير ده فأصبح المريض اللي كان بيقعد يصوت بعد العملية ده يمكن بياخدش مسكن بعد العملية يعني يمكن ياخد أرس برس يتمول مثلا ولا حاجة لو يحتاجه في يوم ولا يوم ولا حاجة وبقىنا بنقول للمرضى أنه الأيام اللي ما بعد العملية دي ما فيهاش نقاها يعني أنت إذا عملت عملية بوصير من الدرجة الأولى التانية التالتة الرابعة حتى الإيرلي فورس دي جري دي ممكن تروح شغلك بعد تاني يوم وتعمل كل اللي أنت عايزه مش شطارة من الجراح تاني هي شطارة من التكنيك شطارة من التكنولوجيا اللي غيرت الحكاية دي طب هل بس بنعمل باستخدام الليزر لا احنا ممكن نعمل باستخدام حاجة اسمها تي اتش دي مسلا أو الترانس هومورويدل دي ارتلريزيشن جهاز زي الدوبلر كده وبرده دي من حاجاتك متقدمة جدا نخش نسمع فين الأواعيات الدموية اللي بتغزي البواسير ودول ست شرايين من شريان كبير اسمه انفيلوريكتل أرتري نسمعه بالدوبلر نحط كلبس نسمعه بالدوبلر نحط كلبس فيبقاش فيه حتى حتى الحرارة بتاعت الإيرليزر مش موجودة ده حتى بنحط كلبس على الترانك الرئيسية اللي بتغزي البواسير فما بقاش فيه بواسير رايح وفيش دم رايح لها بتنتهي الحكاية من الحاجات اللي بنعملها برضو ونتاجها كويسة بنعمل الحاجات كبيرة قوي اللي فيها سقوط شرق حاجة اسمها البي بي اتش قوي الدباسة اللي ممكن تخش تستقص الجزء من المستقيم وتدبسه على مكان بعيد فأقصد ان كل التكنولوجيا اللي بقت موجودة في علاج البواسير دي خلت الحكاية في منتهى منتهى البساطة غير بقى الصوات اللي كان بيحصل قبل كده طيب ايه اللي يحصل اللي يخلي حالة لطيفة يسهل تعاون معها بالتكنولوجيا حتى بيخليها يعني اشبه بيه تجربة علمية او جراحية سهلة تتحول الى نايتمير كابوس انها ما تتعملش بالتكنولوجيا دي تتعمل بالجراحة انا مش ضد فكرة الجراحة وفي الاخر كلنا جراحين يعني في الاخر وفي حالات بتتأخر قوي 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 فما ينفعش معها اللي انا بعمل احكيه ده يعني في حالات بتيجي مرضى عندهم بوسير مدرجة الرابعة متغطية بجلد من برة بنتكلم في سقوط شرج حاجات خارجة جدا من الشرج لازم تتشال فبنشيلها لكن حتى لازم تتقل جراحة جراحة تقليدية لكن حتى الادوات اذا كنا هنشيل حتى البوسير فبقنا بنستخدم استرطة الليزر في استقصال البوسير بنشيل البوسير بس الأداة المستخدمة هو الليزر وبالتالي الوجع أقل بكتير من اللي كنا بنستخدمه زمان اللي هو الكتري أو الديسيرمي أو كده فممكن البوسير تتحول لكابوس إذا طبعا أهمل علاجها إذا تحولت لحاجات كبيرة قوي 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 وإذا تحولت لحاجات غير البوسير يعني أقصد إنه ممكن تعمل بعض التهيوجات على الجلد أو حاجة فتعمل بعض الأورام أو حاجة زي كده فممكن تتحول طبعا لحاجات وحشة هل البوسير بريكانسر يعني حالة بتسبق الإصابة بسرطان يحصل بس على الوقت الطويل أوي وعايزة مريض كل شوية يحصل له ويحصل له التهاب ويهمل في علاجه شوية ويحصل للتهاب تاني وهكذا على مدار مثلا 10-15 سنة وأنا ما بقولش أرقام يعني دي أرقام حقيقية أنت بتشوف مريض يقولك أنا عندي بواسير بقلي 20 سنة و25 سنة من الأمراض الذاتي التاريخ صحيح يقولك أنا عندي بواسير من أيام المكان مثلا العربية البجود كانت هي الموديل العربية البريستيج كان اللي نجيب العربية البجود سبع راكب سبع راكب بديقولك ده العمدة بتاع المنطقة صح يقولك أنا عندي بواسير من أياميها من أياميها هاي الجبتالي العربية دي وتيجي مثلا الستة معاها بنتها فبنتها مثلا عندها فتقولي أنا جات لي بواسير في البنت دي في خلفتها في خلفتها فما بقيتش كده صحيح يا مخلفها منجوز ومخلفها أصلا يعني فعني الحقيقة أنا برضو يعني هما كان عندهم حق إنها كانت حكاية صعبة بس هي أصبحت حكاية سهلة وأنا عايز أقولك بقى أن البواسير اللي هي من الدرجة التانية والتالتة اللي هي يعني ما هياش خارجة أو البرة أو حاجة دي بواسير رائعة في عميلها رائعة في عميلها هتاخد خمزة في العمليات لأكد أجزم حقيقي حقيقي إن العين ده بعد ساعة خلاص إنسان تاني إنسان تاني يعني فيعني كله بتبقى الحكاية بدري كله بتبقى أحسن مية في المية يعني أنا هقولك مثلا الفيلم أو خصة كده الفيلم تقولي مع البواسير يحكي لك إيه يعني اللي هو بتاع يعني زاكي رسوم رصيف نمرة خمسة دبعا 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 يطلع في الآخر هو رئيس العصام يعني يطلع كارسة الله أكبر آه سبحيتك فيني حق هاي دبعا لو اشتلك وإنت مثلا يعني في حد بواسير أقول شي في الفيلم ده اه في البواسير ممكن فعلا تقوله يعني أنت خدعت أو في حاجة ماسك أنت في وراء القصة مجرم خطير يعني أنا هقولك على حالات شفتها أنه أنه ممكن يبقى المريض عنده ورم حقيقي جوه المستقيم أو حاجة ورم خبيس سرطان جوه المستقيم وفي نفس الوقت عنده بواسير حقيقية موجودة وبعدين بيجي المريض عنده شوية دم يمنزله من الشرج أو حاجة وشوية واجع وتفحصه تلاقي عنده بواسير وزاكي رستم ده بقى اللي قاعك جوه ده اللي هو الورد الوشي اللي طالع لك هو الوشي اللي هو بالضبط الطيب وبيبقى عايز حرفة جدا جدا في إنك تكتشفه عايز جراح بيسمع حلو يعني خالبك هو من أهم بحاجات التشخيص هو الهيستري ده يعني بيسمع المريض بيسمع المريض هو كل كلمة المريض بيقولها بتغير التشخيص في دماغي قبل ما بشوفه يعني مثلا فيه ناس تقول أنا بتوجع مع دخولي الحمام فبتروح أكتر ناحية الشرخ وفيه ناس تقولك أنا عندي أنا بعفش أعمل حمام أنا عندي صعوبة وأنا بعمل حمام هي كلمة الصعوبة دي غير قلم الصعوبة دي يعني بنتكلم في حاجات اللي هي الفانكشنل بتاعت بالبلفك فلور دي في حاجة قفلة حاجة قفلة ريك توسيل المستقيم واقع شوية جيوب داخل المستقيم ضعف في عضلات الحض فمش قادري زوء الفضلات الكلمتين شبه بعض يعني صعوبة وأنا مش عارف أعمل زي ما أنا بتوجع فتحس إنهم بس هم عايزين يتسمعوا كويس المريض بتاع الورم هو ما عندوش هو عنده أعراض ممكن يقولها بسرعة كده اتعدي يعني مثلا زي إن أنا عندي إحساس بالتعنية زي إن أنا أنا كنت كويس بس جالي إمساك وبعد كده عندي إسهال وفي كلمة والله مريضة لسه إلي هذي قريب قالتلي أنا ما بقتش القولون بتاعي بقتش عرف له كتالوج شوية إمساك وشوية إسهال شوية إمساك وشوية إسهال وكان عندها طبعا ورم يعني عندها ورم عندها ورم طبعا فهي بتبقى عايزة حرفة في سماع المريض سم عشان تتفكر يعني لو إنت مش مش مشكتش مش هتكتشف حاجة يعني 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 بس عايزة أسألك حاجة كان زمان على أيامنا ييجي مثلا إنت محتار عايز تاخد إيه في النيابات أو تشتغل إيه يعني في الكارير بتاع فقولك إنت بتحب تسمع المريض أيها اشتغل بط أيها تحب تتكلم تسمع وبتاع مش عايز توقع أنا أشتغل جراحة أيها إنت دولتي بتضع يعني إنت بتضعب كورسي في الكولوب في المواطقة ده لا أنا بقول بس أنا بقول يسمع شوية يسمع سنة بس احنا بنقعد نسمع كتير أيها طبعا البطنة بنقعد بنتكلم لكن يسمع طبعا لكن الجراح لازم برضو يسمع لازم يسمع هو زي ما حكو قلت كده هو معروف إن الجراح على طول كلام قلي في مثال لطيف هقوله في ثانية واحدة إنه كانوا يقولوا إنه لو في حاجة طائرة في السماء فيقعد يقولك هي دي إيه اللي طائرة دي فبتاع البطنة اللي على الأرض هيقولك هل ارجعه مطلع مسدس وضربها ونزلة ويقولك هي شوفها وخلاص ياخد عينا ياخد عينا فالجراح ما بيسمعش بس لازم يسمع لازم يسمع طبعا لازم يسمع مين اللي في البواسير يلبس البد للزرق ومين اللي بيلبس البدى للحمر اللي يلبس البد للزرق اللي نتهم اللي نتهم واتهم خفيف كده هو أنا برضو هرجع للمريض اللي مهم القوي قوي قوي في علاجه واللي بيروح نحية الوصفات الشعبية ونحية الحاجات العطارة ونحية مش عارف ايه هو متهم في حق نفسه طبعا لانه بيزود الحكاية وتعالى نقول ان اللي يلبس البدل الحمرة هو اللي هيبيع له الحاجات دي اللي هيستغل مش عايز اقول جاه له بالحكاية لكن هيستغل له انه تعبان وعايز يعني يتشعبط في اشياء زي ما بيقوله ويستغل حاجته ويبيع الوهم يعني ايا فيه قنوات او جماعة بتلاقي على المعمولة عشان تبيع من خلال الشريط بتاع الاعلان اللي موجود فيها وخاصة عن البواسير بقى البواسير جي واحدة من نجوم البيع من نجوم ايه اه يعني هتلاقي ايه مثلا قناة الكوتكوت او قناة الكتاكيت انا مش عارف اوه ممكن يبقى فيه قناة او قناة التوكتوك معربش فيه قناة اسمها كده او لا لا بس خالي انا نقول قناة الكاتكوت ايه ممكن يبقى فيه قناة سمكة تكون تجابونها تلاقيهم بيعني طبعا بيجي نصاب مش هما القناة نفسها نصاب بيروح للقناة ديت لانها قناة بنسميها احنا قناة سي او شاوبة سي بقى زد بقى في الاخر خالص ويقول لهم انا عايز اعلن عن منتجة او ايا لها فيه ثلاث حاجات دايما بيتلاقوا في القناة دي ثلاث حاجات تلاقى اول واحدة البواسير الكريم السحري والمرهم العظيم لعلاج البواسير تاني حاجة هتلاقي الكريم بيعالج مشاكل الرجبة والظهر كريم برضه ايوه ايوه صح وغالبا هو ببنفس الكريم والله ممكن طبعا وبعدين الحاجة التالتة علاج ضعف جنسي هتلاقي كريم تالت بيعالج ضعف جنسي او برطمان ايوه برطمان لعلكريم وغالبا هو بنفس الكريم يعني هو نفس الكريم بس بيغيره العموة هو مش تركيبة اي حاجة اي حاجة مفيش كريم بيعالج البواسير لا مفاجئة بالنسبة لها مفيش طبعا مفيش والله حتى كل الكريمات اللي بنكتبها هي كريمات لترتيب الجلد وبتاعك ممتعالجش بواسير طبعا ممتعالجش بواسير رغم ان على قناتك تكوتي كبير في قناتك دامنون اكدن دورت شكرا جزيلا ضيف العزيزة الاسم القدير في هذا المجال الاسسد دكتور محمد مجد النجار عضو الكلية الملكية للجراحين بالجلترة المدير والمؤسس لمؤسسة عيادات هيموكيورا المحاضر الدولي والمدارب المعتمد لجراحات الشرق والمستقيم الصديق والزميل العزيز دورت واسعتني بهذا اللقاء وبشكر على وجودك معنا في الدكتور شكرا جزيلا في كتاب رواد علم الطب في الحضارة العربية والاسلامية ينقل على الدفاع كيف عرف طب العيون قديما عند العرب والمسلمين في العصور الاسلامية بعلم الكحالة والكحال هو الشخص اللي عنده خبرة ومعرفة جيدة بالامراض اللي بتصيب العين اما اشهر علماء العرب في طب العيون واللي اسهمت تجاربهم ومؤلفاتهم في تطور هذا العلم عبر السنين ابن الهايثم وهو عالم عربي كتب عن البصريات وتشريح العين في كتاب سماه البصريات وابن النفيس وهو عالم من دمشق كتب كتاب ضخم سماه المهذب في طب العيون مجزئ في جزئين في العلم النظري لعلم العيون وأدوية العيون البسيطة والمعقدة اهلا بكم واحدة من اهم حلقتنا في الاسبوع على الاطلاق النهاردة طبعا منفردة لقيمة الضيف ولقيمة الـ كله العيون هو فيه اهم كما عمل جوارتين العين دي معجزة من عند ربنا سبحانه وتعالى معجزة المعجزات لما تيجي تشوفها كده ما تملكش إلا أنك تقول سبحان الله فعلا العين إزاي بتحرك وإزاي بتشتغل وكل وظيفة وكل جهاز ده العين أجهزة ولازم تفهموا حاجة وإحنا بنتكلم على العين دلوقتي العين تخصصات دلوقتي هي اللي بتشوف النظر هي اللي بتشوف الأشياء الجميلة هي اللي بشوف الدنيا اللون التفاصيل الجفون دي لوحدها قصة وموال وزاي الرموش دي لها قيمة مهمة جدا القرنية الجزء المهم وعدسات العين اللي بتجمع الضوء بشكل رائع جدا والسوائل الموجودة في العين والعدسة بقى ده العدسة دي يعني ما تعد تبصيلها جدا وتتخيل ازاي بتتحرك عشان تعمل حاجة اسمها الاكموداشن تتعجب تتعجب جدا ازاي تشوف القريب والبعيد وطبعا يعني البيوبل دي مهمة جدا واتسحها وانقبضها ولما نيجي نشوف العين ده كومبيوتر يعني الرؤية بتنقل ازاي بتتحرك بديناميكية شديدة المهارة كل حاجة لها قيمة كل حاجة الطبقة بتاعة الدموع اللي فوق العين اللي هي قيمة كبيرة السوائل اللي داخل العين اللي هي قيمة كبيرة جهاز دمع ده شايفيني جهاز دمع ده يا خبرة بيض يخرب عقل التعقيد ازاي ايه ده الجمال ده الحلاوة دي وبعدين الشبكية بق ياه وما ادرك ما الشبكية دي جزء من جهاز العصبي والعصب البصري ده متطور بطريقة مفيش ولا كاميرا في العالم زي العين في دقتها ولا قريبة منها حتى العين اكثر تعقيدا واجمل من اي كاميرا مهما بلغ دقة الصورة بتاعتها ومهما بلغ النقاء بتاع الاداء بتاعها العين نعمة لا يدركها الا الاسف اللي فقدوها نهار ده حوار حول تصحيح الابصار ونتكلم على واحدة من ادق اساليب تصحيح الابصار واكيد كالعادة في اساليب تصحيح الابصار لما بنتكلم على subject معين من الاساليب نتطرق الى ايه اخواته نتطرق الى الناس تاني هنتكلم على الفهم تلسك لكن اكيد هنتكلم على الفهم تلسك وهنقارن بينه وبين الفيم تلسك بشكل تقدر وطبعا هنستمتع بهذا الحوار مع واحد من الفيجرز الكبار في عالم جراحات العيون وفي عالم تصيح الإبصار مسعد جدا بوجوده معي فهو رمز كبير جدا للدكتور وكارزمة خاصة جدا نسعد دائما بالاستماع لها الجراح الكبير وضيفي العزيز أستاذ دكتور رحمد عسف تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسية تديك إي حق إنه عنده حوال لكنهم عندهوش حوالي هل الليزر السطحي option ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعدها شقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي مية بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتبلي هيجيلي مية بيضة فيه نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا الجراح العيون العالمي الأستاذ الدكتور أحمد عساف أهلا بيك الدكتور أحمد أهلا وسهلا إيه النور ده؟ ده نورك مشرفك نور الدكتور لا لا نورك أنت نحن سعداء جدا أولا بقبولك الدعوة سعداء باختيارك الموضوع الفهمت اسمايل حاسس كده أنه لسه برضه أو يعني بقنا كتير منكلمش عنك آه هو فعلا أولا كتير قوي من المرضى أنا بأكد برضه ما أحبش هو المرضى ناس عمتا اللي عايز يعني يتخلص من النظارة بيسأل تحديدا على الفهمت اسمايل الفهمت اسمايل ده تكنولوجيا عالية جدا هو ده المستقبل بتاع أصلاح الإبصار لكن لازم نبقى فاهمين كويس قوي أنه ما ينفعش لكل العيون فأنا أعتقد إحنا دورنا إحنا نوضح أن الفهمت اسمايل ده عبارة عن إيه وإيه اللي ليه وإيه اللي عليه علشان فاكرة الناس أنه هو أن الفهمت اسمايل خلاص يعني أنا ما نفعليش ليزك ما نفعليش إكس من العمليات فأنا راح أعمل الفهمت اسمايل وخلاص أو الفهمت اسمايل ده هو ده يعني آخر حاجة وده أحسن حاجة موجودة فإحنا عايزين نوضح الكلام ده حالك العادة جملتك فيها المضمون كله يعني الجملة اللي أنت قلتها النهاردة دي في الأول الكلام اللي هي أن الفهمت اسمايل هو إيه هو يصلح لمين ما يصلحش لمين مضمون الكلام كله فبس هنفصصها بقى حتة حتة فأبدأ بالأول ما هو الفهمت اسمايل الفهمت اسمايل هو باختصار شديد أولا خلينا ننتفق أنا عايز أوضح تاني للسيدة المشاهدين أن القرانية اللي هو الجزء الخاري من العين هي عبارة عن طبقات زي الوراء ده بالزبط كده وعدادها حوالي 200 طبقات أي عملية بنعملها القرانية لو كانت مقوصة بالشكل ده فأنا هو عايز أصلح أسر النظر بخليها أقل التقوصة لو واحد تاني عنده طول نظر أنا أخليها مقوصة أكتر استجماتيزم بشتغل على محورين مختلفين عن بعض المهم يعني أنا بغير في شكل القرانية سواء كانت كده أود بخليها أكتر أو سواء كانت كده بخليها مفلطحة أكتر لو عايز أصلح طول نظر أو أصلح أسر نظر فإحنا بنغير فيه تحدي بالقرانية إزاي كلام ده عن طريق شواء الليزر شواء الليزر إنه هو في الآخر بيقعد يسنفر فيه القرانية علشان يغير شكلها فبالتالي حجم أو سمك القرانية بيقل ما فيش عملية إصلاح إبصار بتحصل على مستوى القرانية إلا لازم يتبعها إن أنا أغير أو أشيل طبقات من القرانية حتى الفيمتو سمايل إنه فيه ناس فاكرة إن الفيمتو سمايل ما بيشيلش طبقات من القرانية أبدا الفيمتو الليزر السطحي بيشيل من سطح القرانية يشيل طبقات 2-3 من سطح القرانية ودي المشكلة سطح القرانية إن الطبق دي حساسة قوي دي اللي بتحس بالألم ففترة النقاها بعد العملية بتكون صعبة شواء صغرين العين بيحس بحرقان وشكشكة تمتد ساعات لمدة 4-5 تيام بعد العملية وفيه شبورة ساعات توقف العين عبدا ما الأنسجة التائم تاني تمتد ساعات لأسبوعين بعد العملية ففترة النقاها بتكون سخيفة شواء والطبقة كمان السطحية دي هي مهمة جدا في تحديد قوة نسيج القرانية الليزك أو الفيمتو الليزك كلمة ليزك بالكاف أو بالك بالحرف الك إن أنا قال له خلاص نشيل الطبقة الحساسة دي من نشتغلش عليها خلاص بعيدها عن مصر الليزر ليه بها كده هوت؟ الطبقة دي فيها الأعصاب وفيها أنسجة القرانية اللي هي بتحافظ على شكل القرانية نبعدها وننزل شواء الليزر كده هوت زي ما ببين هناوت في الفيلم إحنا هناوت بالليزر دلوقتي بنعمل قطع في القرانية أنا بابصلحش حاجة أنا لسه بعمل قطع في القرانية دي السطح القرانية اللي هو فيه الأعصاب اللي بتحس اللي فيها الألم مصدر الألم أنا ببعدها عن مصر الليزر دلوقتي بقلبها زي الكتاب كده هوت شواء الليزر بعد كده شواء تاني بينزل يصلح حيوب الإبصار اسمه إكزيمان ليزر كده واتنزلت شعر ليزر ونرجعت دي تاني مكانة الفيم توسميل بقى طبعا انا بعمل اولا في الليزك انا بعمل كده انا بصلح يوب الابصار يعني بشيل طبق او طبقتين من القرانية بشيلهم خالص طيب لو انا بعمل بعد كده بقى فيم توسميل الفيم توسميل بعمل ايه انا بعمل فتحة صغيرة قوي وبخش وبشيل انا طبقتين من القرانية او تلاتة بالشكل ده كده هوت بشيلهم خالص كده هوت بس انا ما لمستش سطحي القرانية خالص بشيلها من طبقات القرانية الداخلية هنا هوت شعر ليزر هنا هو بيعمل بيقطع في القرانية بس في طبقات القرانية الداخلية وبشيل بعد كده الطبقة دي اللي انا شلتها بحدد سمك الطبقة دي على حسب اسر النظر عند المريض كلما الاسر النظر يزيد اكتر ممكن طبقة دي تبقى سمكة اكتر لكن في جميع الاحوال هيا بتفرقش كتير في الفيم توسميل بيبقى حوالي 30 مايكرو كلها من اولى الاخيرة يعني بشيل السمك كده بشيله خالص والمريض بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي تاني ايه المميزات في الفيم توسميل اولا لازم المرضى او السادة المشاهدية يعرفوا ان انا برضو رفعت القرانية في الفيم توسميل لان انا شلت طبقات من القرانية شلتها بس شلت من طبقات القرانية الداخلية فانا ملمستش سطح القرانية وبالتالي مفيش احساس بالقلم بعد العملية فترة النقاها سريعة جدا ان فترة النقاها بتعتمد على سطح القرانية ده فترة النقاها بتكون سريعة جدا ان المريض يقدر يمارس حياته بعد العملية بيومين ثلاثة يمكن النظر يقع بمزاغل شوية صغيرين لفترة ساعة تمتد الممكن لأربع خمس اسابيع لكن بيمارس حياته بشكل طبيعي يمكن يلاحظ ان الرؤية يعني مشبرى شوية صغيرين الرؤية مش واضحة بالليل اوي زي ما هو كان متخيل هتستقر في خلال اربع او خمس اسابيع بعد العملية وسعب تستقر في خلال اسبوع بس لكن احنا بنقول المريض بعد يومين تقدر ترجع لشغلك عادي جدا مفيش اي قلم يمكن احساس الشك بيكون بسيط جدا لانا ملمس السطح القرانية خالص وفي نفس الوقت لها ميزة ان الجفاف العين اللي هو مشهور بعد عملية الليزك او الليزر السطحي بيبقى نسبته اقل مع الفيمتو سمايل فاذا الفيمتو سمايل هو تكنولوجي ظهرت جديدة ليها مميزات ان هي فترة النقاهة بتكون اقل الاحساس بالقلم بيكون اقل بعد العملية نسبة حدوث الجفاف العين بتكون اقل لكن بتشترك مع الوسائل الاخرى زي الليزر السطحي والليزك ان هي برضو بتشيل طبقات من القرانية وبترفع القرانية وليها شروط زيها زي شروط الليزك بالزبط اللي ماينفعلوش ليزك ماينفعلوش فهمتو سمايل عشان الناس فهمها غلط ماينفعلوش ليزك فانا اروح عامل بقى فهمتو سمايل احنا بنعمل فهمتو سمايل لحاجات معينة على سبيل المسال واحد رياضي بيلعب كرة بيلعب بوكس فاحنا مش عايزين نقرب من سطح القرانية خالص نخلي القرانية زيها زي الشكل الطبيعي فبنعمل فهمتو سمايل واحد عنده جفاف في العين مش عايز زود الجفاف اللي عنده بعد العملية اعملوا فهمتو سمايل يمكن دول اكتر حاجتين بنعمل فيهم فهمتو سمايل او واحد مثلا عايز اعمل العملية ويسافر بسرعة مش عايز فترة النقاة ومش عايز موتابعات كتير اوكي نعملوا فهمتو سمايل غير كده هوت كل ما هو ضد الليزك هيبقى برضه ماينفعش مع الفهمتو سمايل لكن الفهمتو سمايل لعيوب ماينفعش فيه الاستيجماتيزم او ما بيديش دقة عالية في تصليح الاستيجماتيزم زي الفهمتو لازك ما بينفعش لتصليح طول النظر اي مريض عنده طول نظر يعني مقاسي ان الضارة بتاعته بالبلس بالموجب ماينفعش فهمتو لايزي ماينفعش اسف ماينفعش فهمتو سمايل من الاول كده هوت لسه التكنولوجي دي ما ظهرتش يمكن تظهر في خلال 4-5 سنين اللي جايين دول تعتمد دوليا لكن لسه هي في مرحلة التجارب الفهمتو سمايل اللي تصليح طول النظر لسه في مرحلة التجارب يمكن تعتمد دوليا بعد سنة سنتين ثلاثة توقعاتي اربع سنين لو حطينا طيب ايه حاجتين انا شايف ان الناس ممكن تلقبط بينهم بعض الفهمتو سمايل جنب الليزر السطحي عشان نقارن بين اللي اتنين نفكر الناس بمعنى الليزر السطحي الليزر السطحي ان انا بشتغل بشعاع الليزر او الاكزيمر الليزر هنا هوت ما بستخدمش الفهمتو خالص على سطح القرنية انا كل الهدف بتاعي نفترض اشهر حاجة اصر النظر اصر النظر القرنية بتاعتنا بتكون كده هوت احنا بتخليها اقل تحدبا يعني بصنفر من النص بشيل طبقات من منتصف القرنية عدد الطبقات دي بيتناسب مع كمية اصر النظر عايزة صلاح وليه حدود ما قدرش اتعبدها يعني ده تبنيه من الليزر السطحي لغات سالب ستة سبعة تمانية كان زمان بيقول لغات سالب اربعة دلوقتي بيقول لغات سالب ستة سبعة ماكسيمم تمانية اكتر من كده بيبقى لقانين شوية صغيرين طيب هنا هوت كل اللي عملته ان انا رفعت القرنية بتاعتي ده العلمين ده الليزر السطح لا ده العلمين ده الليزر السطح الPRK والعلى الشمال ده الفيمتو سمايل هنا هو الليزر السطحي انا هناك بشيل اشوال الليزر بيشتغل على سطح القرنية ده الليزر السطحي في الفيمتو سمايل انا بقطع من نسجة القرنية الداخلية بالفيمتو ليزر بنوع تالي من الليزر خالص غير اللي بستخدمه مع الليزر السطحي وبشيل الطبق دي بملقات بعد كده وبشيلها بيدي على طول مباشرة فالتنين بيرفعوا القرنية بس فيه واحد بيشتغل على السطح القرنية المنطقة الحساسة واحد تاني بيشتغل تحت السطح القرنية والمنطقة اللي ما بتبقاش حساسة ما فيهش اي احساس بالقلم فبالتالي فترة التنقاها بتكون اقصر من الليزر السطحي لكن احنا بنتكلم ان كل حاجة لها مميزاتها عيوبة الليزر السطحي قد يكون اقمن من الفيمتو سمايل واخد بالسيارتك لكن هو ليه حدود الحدود بتاعته انه ما اقدرش يصلح لغات سالب اكتر من سالب 8 الفيمتو سمايل لا ممكن يصلح سالب 8 وتسعة وعشر بس بشروب برضو لازم الشروب دي تستوفى ما ينفعش ان انا اي عين عايز اعمل فيمتو سمايل عنده سالب كبير اروح اعمله فيمتو سمايل لازم الشروب تستوفى ومن ناحية سمك القرنية من ناحية شكل القرنية نتأكد انه ما عندوش اي مشاكل في القرنية بتاعته ففترة النقاها بتاعت الفيمتو سمايل بتكون اقصر اكيد من الليزر السطحي نسبة الجفاف بتكون اقل اكيد من الليزر السطحي الاتنين لو نفترض واحد عنده سالب 8 هعمله الليزر السطحي وعين تاني هعمل لها فيمتو سمايل الفيمتو سمايل هتتحسن بسرعة الليزر السطحي ياخد وقت اطول لكن بعد كم شهر نقول شهرين على في المتوسط الاتنين هيبوا نتيجة واحدة ده لو الاتنين يفعلون بس هنا فترة النقاها بتبقى قصر عايز اروح الكيس تانية مهمة قوي واعتقل انها في رأيينا ده المريض فعلا يعني لو الاتنين دول ما يتقلش عليهم مريض ده مش نقول عليه مريض بس ده فعلا قريب منه تقلع للمريض اللي هو راجل سلب 15 بقى وسلب 16 وسلب 14 ليه اللي بتاعلي ده اكثر حرصا على انه يعمل تنسيحة بسرعة من احد تاني لانه عنده عاقة حقية ده نظرته لما بتتكسر مشكلة ده مش يقدر يتحرك من بيته من قطه يعني ده بيته بنسباله خطر دخوله لمطبخ خطر من غيرنا الضارة يعني دخوله الحديقة بتاعته خطر لو لعب مع اطفال خطر لانه ما بيشوفش من غير نظارة خلص سلب 15 او سلب 14 وده بعيد عن الفيمتو اسمايل والفيمتو ليزك والفيمتو والليزر السطح بصوح هيك احنا تصريح عملية تصريح الابصار ممكن نشتغل على حكتين العين فيها عدسةين مش عدسة واحدة يعني احنا كل كلامنا بنكلم من العين فيها عدسة لا هي فيها عدسةين القرانية دي برعان عدسة هو السطح الخارجي من العين الشفاف دي عدسة فلما بشتغل على السطح القرانية بشتغل عليه بالفيمتو ليزر او بشتغل عليه بالليزر السطحي او الفيمتو اسمايل كأن انا بشتغل على العدسة الخارجية اللي هي القرانية لو ماينفعش يسمك القرانية ماينفعش ان انا اصلح السلب 15 او السلب 18 او السلب 14 او 13 هنا بنشتغل على العدسة تانية لازم نشوف العدسةين لو شفنا الفيديو الاول اللي انت كنتوا عرضينه في الاول بتاع العين تركبها هنفهم من العين أكثر من العدسة حتى أنا قلت طاقم عدسات العين بالضبط هما عدسين فعلاً مش عدسة واحدة عدسة جوة العين العدسة البلورية والعدسة الخارجية اللي احنا بقول عليها القرانية لو هشتغل على القرانية باشتغل بالليزر لو هشتغل جوة العين أنا ممكن أشتغل أنا أحط على العدسة البلورية نفسيها عدسة تانية أزرع عدسة تانية بعدما تبع عدسة لسقة على سطح العين أزرعها جوه الأين هنا بنسميها عدسة لسقة منزارعة ودي أكتر حاجة تناسب الناس اللي عندهم سالب 15 أو سالب 14 دي طاقم عدسات الأين هنا بيبين العدسة أن هي بتغير كمان في شكلها عدسة الأين البلورية الأصلية بتغير في سمكها طبعا أنا عايز أشوف حاجة قريبة أو عايز أشوف حاجة بعيدة الهدف بتاعها أنا بعمل حاجة اسمها أو أنا بغير قوة العدسة على حسب ببصها الحاجة بعيدة ولا ببصها الحاجة قريبة دي إعجاز ده طاقم عدسة العين القرانية في الأول ودي العدسة بالزلط فهنا عندنا عدسة واربعة لو هشتغل على القرانية دي حاجة لو هشتغل على العدسة العين دي حاجة غالبا جرى العرفة أن احنا بنشتغل على عدسة العين اللي داخلية أن أنا أزرع فوقها عدسة تانية أو أن أنا ساعات أشلها واستبدلها بعدسة تانية عشان أصلح سالب كبير سالب 10 11 12 وهكاس لو السالب قليل وسنك القرانية يسبح فأنا أقدمي اختيارات كتيرة قوي أستخدم بقى فامتو ليزك أشهر حاجة أو الفامتو سمايل أو الليزر السطحي زراعة العدسات بقى أكلمي عنها شوي والله الناس بتخاف ما عرفش بتخاف منها أنا عايز أوضح بس أن زراعة العدسات بتنجح العملية بتختلف طبعا بتختلف اختلاف كل عن عملية المية البيضة مع زر عدسة عشان الناس بتلخبط الاتنين ما بعد عملية المية البيضة عشان نستبعدها إن أنا عدسة العين هي معطوبة بيضة معتمة أنا بفتتها وبشيلها وبحط مكانها عدسة دانية وده مستبعد في الناس اللي عايزين صلحوا عيوب الإبصار خاصة لو سنهم صغير طب دول بنعملهم إيه اللي هم عندهم سالب كبير واحد واحدة أو واحد عنده سالب 14 أو 15 وسنه حاجة وعشرين سنة أو 30 سنة أو 35 سنة عايزي صلح عيوب الإبصار أنا مش هشيل عدسة العين وحط مكانها عدسة دانية أنا هزرع لو عدسة ففرق كبير جدا أنا بزرع عدسة فوق عدسة العين الأصلية العملية دي بتبقى عملية بسيطة جدا بنعمل فتحة حوالي 2-3 ملي هنا هوت وبتتعامل تحت مخدر موضعي ممكن تتعامل تحت مخدر سطحي زيها زي الليزك بالزبط والمريض ببصاحي العملية بتاخدش أكتر من 6 دقايق بالزبط ويمكن تكون أقل كمان هنا البيلمع ده عدسة العين الأصلية واللي مبرومة وبتتفرد دلوقتي دي دي العدسة اللي بنحطها فوق عدسة العين الأصلية بتبقى عدسة رؤية جدا يعني سمكة ببساعات حوالي 20 من الألف من الملي تتحط فوق عدسة العين الأصلية علشان تعالج أستيجماتيزم وتعالج كمان أسر نظر وفي بعض الأواب بنعالج كمان بيها طول نظر بنسبتها بس جوه العين كده هو بالمنظر ده الموضوع ده كله بياخد بالزبط للزبط 6 دقايق أو أقل والمريب بيكون صاحي وبيمشي وبيستمتع بحدة إبصار يمكن غير مسبوقة بعد كده وبعد العملية خلال يوم أو يومين تحديدا على طول تقدمت زراعة العدسات تقدم مذهل والنوعية كمان بتاعت هي تقدمت علشان تقدمت النوعية بتاعت زراعة العدسات نوعية زراعة العدسات زمان كانت العدسات تطورت من عدسات بلاستيك لعدسات لينة لعدسات مارينة جدا لعدسات هايدرو جيل كو بوليمور بتقدر تبرومها وتدخلها من فتحة صغيرة جدا حاول 2 ملي وهي بتعالج كمان عدسة بتبقى قوية سالب 15 مثلا سالب 18 ورؤية جيد إزاي الكلام ده هو ده التكنولوجي أو ده التقنية في تصنيع العدسات وهو ده السبب اللي خل زراعة العدسات بقت أكثر انتشارا دلوقتي هيدرو جيل هيدرو جيل يعني حاجة ملاش علاقة بالصلابة خالص وحضرتك دي كمان العدسة التحديدا نأسف في المؤطعة العدسة دي بقت معتمدة في الزباط الجيش الأمريكي يعني كمان هو حتى الزابط في الجيش الأمريكي يبقى ياند ريام العملات دي على حساب الحكومة الأمريكية طالما هو ويكمل خدمة ويكمل خدمة شوف حضرتك ده معناها الأمان بتاعها بقت دي سراعة العدسات دي بقت هيلة يفيش أي مشاكل منها خالص طالما برضو ديها الشروط ولازم تستوفى ودي ممكن بناقولها في حلقة تانية آه ديها محتاجين نحن نقعد لأننا نتكلم عليه لأنه أنا في رأيي أن الإنسان أبو سالب 16 و 17 ده بقى اللي جاي لك فعلا في احتياج شديد لأنه مثلا سالب 5 سالب 6 هو بيحاس آه جميل عنده بديل عنده النظارة مش يعني آه لكن التانية النظارة التانية وحشة ما بيقعدوش يلبسوا النظارة خاص آه يعني لأ سالب 15 دي نظارة وحشة ومحرج وشكل محرج وظيفين حتى كمان النظارة برضو نحب الوضع أنا أن الناس دول بمتعاطف معهم جدا إن هو رقم واحد مش شكل النظارة وحش بس هو محدد كمان بإطار معين في النظارة يعني أعرفش يلبس فريملس مثلا أعرفش يلبس نظارة حتى مهما خلى الإزاز بتاع النظارة مضغوط على قد ما يقدر بيخلي بيخلي النظارة برضو بشكل العين بيبع حجمها بشكل عين بيبع حجمها زائل 30% فسالب 15 أكتر فأنت بتشوف الحاجة العالم كله حواليك بتشوفه من خلال النظارة أصغر من حجمه الحقيقي 30 أو 35% ده بينعكس في صورة إن في حاجات المفروض تشوفها ما بتشوفهاش مش عشان نظرك ضعيف عشان النظارة مصغرها لك يعني مثلا ممكن يفط بعيدة أنا أبقى شايفها وإنت نظرتك مصبوطة وشايف بيها 6-6 بس متعرفش تشوف الحاجة البعيدة دي علشان هي أنت شايفها أصغر من حجمها الحقيقي بس أنا شفت عينين كتير منهم عينين أنت عملتهم يقولي جملة لطيفة جدا يقول لك أنا أول ما نشوف الدنيا نعم الحمد لله هو فيه ناس بس بيقولك أنا مش هزرع في عناي ما هو ما تلاقش زرع عسانت مش لقب في العين خالص ضيفي العزيزي القمة العلمة الكبيرة الأستاذ دكتور رحمد أعسف أستاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جماعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية بلندن كان ضيفي في واحدة من أهم علاقتنا كالعادة العيون نحن ننفرد بها حيث ما حدش به نفسنا فيها على مستوى الوطن العربي وعلى فكرة أنا بقول أنه هذا يرجع بكثير من الفضل لك لأنه أنت يعني قبلت دعوتنا في الدكتور في سبق أكاديمي أنه أسازة الجامعة يبدأوا يظهروا في الأقلام دلوقتي ما شاء الله كبار الأسازة بيظهر كله لكن في بيونير اللي كان لهم الفضل في أنهم قادوا الناس إلى أن الثقافة عبر الإعلام المتنور هو الوسيلة الوحيدة فأنا برجع لك هذا أنا بشكرك على وديش هذا أنا أعتز بها وتأدير يعني ما استحققوش أشكرك شكرا جزيلا أهلا بكم أصعب الأشياء دايما أن أنت دي فلقصة في حياتك يحصل مشكلة كبيرة جدا وتبدأ ترجع فلاشباك إيه اللي أنت عملته في حياتك وصلك للنقطة دي اللقطة اللي أنا شايفينها دي اللقطة مخيفة اللي هي اللقطة أن عيان نايم على شيزلونك وبيجروا بيه بسرعة عشان يودوا عينها مركزة ويعملوله إسعاف وأنعاش قلبي أو يعملوله إسعاف حالة حرجة فلما رجع فلاشباك شاف حياته لأ حياته فاست فود حياته أعدى أنتخى أكل كتير كمبيوتر باستمرار وجنب الكمبيوتر بقى يعني خلي بالكم أخطر حاجة في اللاف في اللافة دي في الأعدى اللي فاتت دي هي كرسي إنه قاعد وبيشتغل وقاعد هو شغله هو قاعد فيه ناس شغلها وهو قاعد الدكتور هنا بقى بيقوله لأ إذا أنت عندك لستة بقى 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 بيرسوله بقى اللي هي اللستة فيه بقى فيه دايما مع السمنة نقول إيه لستة لسيقة مع السمنة اللي هي الكوليسترول العالي ضغط الدم بالسكر وفيه بقى يعني نقنقة ما لزة وطاء نزيد عزاب العلوم مرارة ده طبعا دهون الكابت موجودة باستمرار الصعوبة في التنافس في بعض الحالات نزود إن فيه قصور في الكلة نزود إن فيه خشونة في المفاصل نزود إن فيه زلق وضروفي نزود إن فيه ألمزمنة فاتق في العجاب الحاجز ارتجاع في المريء مشاكل في الماء كل دي وساعات الإنسان يبحثه سيء ياخد الباكش كامل طيب هنا بقى لازم نقف عشان نقرر متى سنجري جراحة سمنة سؤال مهم قوي بس سمحولني نرحم بضيفك العزيز الذي يبدأ وأكيد هو أقدر من يجاوب هذا السؤال بدقة شديدة جدا وتوصيف راقل للغاية المبدأ دائما والذي يمتعنا بحواره العلمي الراخي جدا جدا الأستاذ الدكتور كريم صبري وأستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس ومدير وحدة جراحات السمنة وأستاذ شوادي النين زي من كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصلة على أعلى تصنيف جودة داودي فيه جراحات السمنة ضيفي العزيز اللي بيناورني فيه الدكتور أهلا بك دكتور كريم هو متى أقرر أن أجري جراحة السمنة الشيخ التاني أنها قد توجد في السيتيويشن في الحالة زي بيقولوا حاجة من المينيو وقد يوجد المينيو كله ألاقي بقى معها مواقف جراحية مزعجة جدا ألاقي مشاكل في المرارة ألاقي فتأ في الحجاب الحاجز ألاقي ارتجاع مريك كيف أتصرف عندنا يأتي المينيو كاملا العين يجي لي كومبو زي بيقول في البداية أسمح لنا حيا حضرتك وكل السيدة المشاهدين كل فريق العمل الحياة طبعا السمنة المفرطة دائما بتيجي بمشاكل قد تتعلق بأمراض مصاحبة للسمنة المفرطة من سكر من ضوط من كوليسترول عالي وأمراض كثيرة يمكن حدثك كسرتها في المقدمة لكن طبعا فيه أمراض جراحية يعني المرارة دي حاجة جراحية لابد التعامل معها فتأ الحجاب الحاجز دي مشكلة جراحية لابد من التعامل معها فتأ فيه جدار البطن لابد من التعامل معها إحنا يعني دايما مريض السمنة المفرطة تجهيزه جزء من العملية يعني معرفة إذا كان عنده حصوات في المرارة لابد يعني طبعا تتعرف على ده يعني ما تدخلش بمريض من غير ما تعمله صنار يعني أنصح النصيحة الأولى أنه كل مرضى السمنة المفرطة قبل ما يدخل يعمل العملية لازم يعمل صنار تطمن على المرارة لأن من ضمن الحاجات اللي ممكن الخامسة أف اللي كان بيجو مع مع المرارة مع المرارة من ضمنهم الناس الناس اللي هم المصابين بالسمنة المفرطة دايما في الستات في سن الأربعينات في الولايات وكيل الدون ودون طبعا كل الناس دول اللي هم مقبلين على وقت السمنة اعمل صنار لو عندك حصوة في المرارة لابد أن أنت تعملها تستقسل المرارة مع عملية التكميم أو عملية التحويل الناس بتخلص بتخلط يعني في النقطة دايما بيسألها بيسألوها يعني احنا ليه لازم نشيل المرارة يعني بالرغم أنه في حصوات الكلا نحن مش بنشيل الكلا يعني نحن بنشيل الحصوة بس ومنسيب الكلا لكن في المرارة ليه كل الجرحين بيشيلوا المرارة المرارة عشان تعمل حصوات اصلا جدارها بيقى متليف لا يفرز لا يعني مش شغال مش هينتك حاجة تاني ووجوده وجود الحصوات في المرارة يعني جدار المرارة ده هي المرارة لما ما بتصنعش فوعي هي بتخزن بس العصارة المرارية عشان قدر نستخدمها والجسم استخدمها فيها تأكل الدهون يعني طبعا ريزفوار فاستقصالها هي ضرورة لمنع حدوث المشاكل في المستقبل لأن وجود الحصوات في المرارة مش هيمنع أن الحصوة دي تروح القناة المرارية تعمل صفرة انستدادية وجودها مش هيمنع أن الحصوة في المرارة تروح للبانكرياست في القناة المرارة بتاعة البانكرياست وبالتالي تعمل التهاب في البانكرياست مميت وجودها يعني طبعا بيعمل مغس كالاوي مغس مراري طول الوقت ويقفل حصوة ويقفل فتحة المرارة نفسها وقد تصل إلى أن المرارة يحصل لها جنجرين أو يعني نوع من الغرغرينة فطبعا وجود حصوات المرارة بصفة عامة يتطلب استقصاله لو احنا دخلين نعمل عملية سمنة سواء تكميم أو تحويل وفي ممكن نقطة قلناها سابقا أن الناس اللي عملت تحويل مصار عنده حصوة في المرارة استقصال المرارة مع عملية تحويل المصار إذا كان فيها حصوات وعصدين الناس أحيانا طبعا بتقول أننا لازم أشيل المرارة حتى لو ما فيش حصوات احنا ما بنعملش كده ومش منصوح به طبيا ومش حاجة اسمها كده المرارة فيها حصوة مع عملية تحويل أو تكميم شيلها لأن ما بعد ذلك دخول المنظار في الناس اللي عندهم عملين تحويل المصار مش هيسمح لك أن انت تصل للقانون المرارية بسهولة لكن في طرق تانية طبعا قد تكون صعبة شوية في دخول المنظار القانون المرارية لكن احنا مش لازم نعمل كده مش لازم نستخدم كردوكسكوب ومش لازم نعمل منظر جراحي عشان دخل منظر القانون المرارية لكن أنصح بالناس كلها أن تعمل صنارة على البطن عندك حصوة شيلها مع التكميم شيلها مع تحويل المصار ارتجاع المريء ارتجاع المريء من الحاجات الخطيرة جدا اللي لابد من تقييمها من قبل إجراء عمليات السمنة المفرطة ارتجاع المريء قد ينتهي بورم في المريء على المدى البعيد ارتجاع المريء هو من الأمراض المزمنة شديدة الخطورة والتأثير بالسلب طول الوقت على خلال المريء أنصح كل الناس اللي هم عندهم ارتجاع مريء وعندهم سمنة مفرطة ومقدمين على إجراء عمليات التكميم أو التحويل أن أنت أعمل منظر معدى منظر معدى برضو عايز أوضح للناس حاجة سهلة يعني نازم يعني طبعا تقوله منظر يقولك يعني منظاي بقى المنظر مرتبط في الزهن بمنظر اللي هو بتاع الكابل بتاع زمان بتاع الفارسز أو بتاع اللي هو دول المريء بتاع زمان اللي بيبص كده ويقعد ينزل في العيان يعني ما بقاش كل الكلام ده الكلام ده ما بقاله يعني عشرات السنين بتعامل بكفاءة علي جدا خمس دقايق إيه نان دقاوت بص على المعدة بتاعتك بص على المريء ما حدش يخاف من المنظر المنظر هو حاجة تشخيصية الناس زمان كانوا بعملوا عشان بالهارزي أو أمراض الكابد المزمنة زمان كان لهم مشاكلهم وحاجاتهم ومازال بيتعامل حتى الآن بس بطرق يعني حريسة جدا دلوقتي المنظر التشخيصي ما بقيتش فعلا في وقت من خمسة إلى عشر ده انت عايز تبص على ايه ده انت داخل المريء في بدايته وهتبص على المعدة والإثنى عشر في وقت قصير جدا عايز أبص فيه التهبات في المريء ولا ما فيش الارتجاع اللي عاملك التغير في الخلال ولا عندك فاتق في الحجاب الحاجز ولا ما عندكش يعني انت المنظر ده يعني ما يخليك تعمل تحويل مصار يعني قد تكون هي الحل الأوحد في الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء وعنده سمنة مفرطة وارتجاع لازم تعمل تحويل مصار وقد يكون يعني انت لو قالك المنظر تقريره عنده بارد أسوفيجس أو تغير فيه نوع الخلايا أو ارتجاع في أسوفيجايتس أو التهاب فيه خلايا المريء مش هتعمل تكميم مش هباليك فرصة ان انت تعمل تكميم لو عملت التكميم التكميم يعني ما بتعليكش الارتجاع بل بالعكس المشكلة هتستمر وقد تزيد عشان ارتغط المعدة هيرتفع هيرتفع وبالتالي الناس اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء اعمل منظر معدة قيم الوضع مع الدكتور المختص وبالتالي هو هيختار لك العملية المناسبة اللي أنصح بيها وهي طبعا يعني من أفضل العملات اللي اتعملت ده حمض المعدة ده ده مية نار ده يعني الناس اللي احنا شايفينه ده والله مية نار واشد من مية نار طبعا عشان يطلع ده على خلايا المريء يعمل لك حمودة ده معناه ان الحمض ملاسق لخلايا المريء من تحت واحيانا الناس كثير جدا بيحصل لها حاجات اسمها انه عنده الارتجاع مش قادر هو مش عارف يفسره احيانا بيجي له قاز مصدرية يعني الواحد عنده ارتجاع عنده قاز مصدرية هو ما بيشتكيش من حمودة ولا بيشتكي من قلم في فم المعدة ولا وراء يعني صدره كده بيشتكي من ازمة صدرية لا تعالج الا بمعالجة الارتجاع اللي احنا شايفينه ده ان صمام المعدة المفروض يفصل يعزل مية النار دي عن خلايا المريء المفهوق بييجي احيانا جدار المريء غير مؤهل انه يتعمل معه ما استحملش ده التهاب شديده وطف المريء طبعا احنا احنا احيانا بيجي بتسوس في الاسنين الحمض بيأكل في السنين طول الوقت ومتعرفش السبب ايه الا انه ارتجاع في المريء يعني كثيرا انه الناس تجيب خنقة ويقعد يعني مش عارف ياخد نفسه ويشرق بالليل وتلاقيه دكتور الصدرية دايما يقوله لا ده انت يعني ما يغلب معه بعلاجات يقوله لا ده انت لازم تروح تعمل منذار الا انت يعني عندك مشكلة في الارتجاع هي دي السبب لانه ما عندهش حاجة تفسر ان حدوث الاعراض اللي هي الصدرية دي اللي ما بيستجبش طبعا للأدوية بتاعت المعدة وبالتالي الارتجاع هو شديد الخطورة على المريء نفسه ربما يكون باعراض ربما مريض قلب يعني يشتكي من اعراض يعني قلبية او يعني مشاكل فتتعلق بيه من كتر الالم اللي هو بيجي وراء الصدر بالصفة عامة مريض الارتجاع مع سمنة المفرطة لازم نعلم احنا هنعليجه لك بس باختيار نوع عملية من اقوى العمليات اللي اتعملت في التاريخ بعلاج الارتجاع هي تحويل مصار المعدة الكلاسيكي وهي كلها عمليات تجرب المنظر خلال فتحات صغيرة قد لا تستغرق من نص ساعة لساعة قام أقل من 12 ساعة في المستشفى وبترجع لحدك الطبيعية يبا انت عليكت الارتجاع وعليكت كمان الحمود في نفس الوقت واحنا بنشوف تحويل مصار برضو يعني حملية بتخدم أكتر من جانب يعني وليها مجلسات كبيرة جميلة جدا 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 تقليل لكمية الأكل ودي طبعا البوتش دي الصغيرة دي هي دي البوتش بتاعة تحويل مصار المعدة الكلاسيكي الجزء اللي احنا عزلناه الصغير ده هبناكل فيه والجزء المستبعد من الأمعاء ده المسؤول عن امتصاص سكرات الدهون وكان كمان لو احد عنده ارتجاع الحمض اللي في المعدة ده كله هينزل بقى بعيد على يعني أكتر من بعد متر عن المريء وبالتالي عمره ما هي عطلع فوق اللي يعني في بعض الناس بقى اللي بقى حظها سيء جدا وقد يحدث يعني عملت تحويل مصار المعدة الكلاسيكي من شدة خطورة مرض الارتجاع ممكن يرجع تاني بعد تحويل مصار المعدة حتى الكلاسيكي فقط 11% من الناس أنا مش بسطة من الناس والله بس دي حقائق على المية وعندنا طرق تانية لعلاجها حتى لو حصلت بعد تحويل مصار المعدة الكلاسيكي اللي هو بيعالج أصلا الارتجاع عندنا طرق تانية بنقلل بيها الارتجاع وبنعالجه يعني الناس اللي هي عملت تحويل مصار ورجع لها الارتجاع بعد فترة عندليك حل اوعى تستنى بنعمل راب وممكن ناخد المعدة المعزولة ونلفها كأنها نيسين فاندو بلاكيش وانده العضلة لو عندك فتأ في الحجاب الحاجز أو أنت بتشتك من الارتجاع قد يكون عندك أصلا فتأ يعني عملت عملية تحويل مصار وما استريحت الشيوم عند ارتجاع وعند حموضة ومش عارف إيه السبب اعمل منذار اعمل أشياء مقطعية يعني من أفضل الحاجات اللي تشخص الفتأ ساعاتها ممكن على نفس العملية مش هنغيرها بالرغم أن احنا عملنا العملية دي لعلاج الارتجاع ولو حصل لك رجوع في الارتجاع ربما يكون عندك فتأ في الحجاب الحاجز بندخل بنصلحه بنسبي العملية زي ما هي تعالوا نسمع المرضى ممكن تقول ايه اكيد كلامهم ممتق جدا مع كلام ضيف العزيز الاسوس الدفتور كريم صبري انا اشرف محمد محمود 57 سنة كان عندي كنت باشتك من فتاء متعملق عملته مرتين أمريكية بشبكة كاملة وكان بيتردد ساعتها وصل بيه الامر ان انا وصلت لوزن 141 كيلو وكان مفيش مستشفى او دكتور جراح عايز يعملي عملية الشبكة والفتاء روحت الدكتور كريم عملت عملية التكميل الحياة بالنسبة لي اتغيرت تماما كان عندي السكر بتاعي 420 من ساعتها الحمد لله انا مفيش سكري 85 كان عندي ضغط راح وصلت ل94-95 كيلو اتولدت من جديد على ايدي دكتور كريم وتعاملت عملية الفتاء بعديها بسنة والحمد لله الدنيا قدامي مبهجة وشايفها بشكل تاني خالص والتشاؤم والاكتئاب اللي كان عندي الواحد عشان السمنة وقلة الحركة كل دا انتهى وشايف الدنيا من بشكل تاني ومضارة تانية خالص وعشان ما لقيتش اي اعراض عندي جانبية ولا قيء ولا اي حاجة من الحاجات دي انا شكلت ان دكتور كريم كان بياخدني على قد عقلي وبيقنعني ان انا اعمل العملية لان هو الوحيد اللي وقف جنب مني وعمل العملية والحمد لله نجحت وعملت البنتي العملية عند دكتور كريم وخست في خلال تلت شهور حوالي 28 كيلو وعملتها للمدام الجديدة بتاعتي وبقالها حوالي 20 يوم خستها 10 كيلو وبتوفيق ان شاء الله دكتور كريم اشتركوا في القناة 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 اهلا بكم في واحدة من اهم حلقتنا على الاطلاق المناظير هذه الطفرة الجراحية الهائلة التي نقلت علم الجراحة نقلة مبدعة نقلة مليئة بالامان بعناصر الامان بعناصر الربد ريكوفري او البعد عن كثير من المضاعفات التي كانت معتدة في وقت مال الجراحات ما احترمنا طبعا الجراحات التقليدية التي ما زالت موجودة وبقوة ولكن المناظير لها بريق خاص جدا وخصوصا في التعامل مع نوعية معينة من الاجهزة مثل الجهاز البولي هي في كل الاجهزة لكن الجهاز البولي له خاصية عند المصريين اولا الثقافة الخاصة بالتعامل مع الجهاز البولي انا شايف انها محتاجة كثير من التطور امراض الجهاز البولي منتشرة جدا في ربوع مصر لكن هل تعلمون شيء عن الجهاز البولي؟ هل تعلمون اساسا تشريح الجهاز البولي؟ اعتقد انه في ناس كثير فقدة او مش مذاكرة لهذه الدليل بسرعة شديدة جدا لازم نفهم الجهاز البولي مطور من كياتين وحالبين الحالب هو ناقل للبول بعد تكوينه من الكلة لينزل فيه مغزن مهم جدا هو المسانة البولية ثم يمر من المسانة البولية في مصار مشهور جدا هو اليوريثرا ثم ينزل بعد ذلك الى الخارج لازم نفهم انه عندما تتعمل معها نوعية دي من الاجهزة جهاز البولي بالدقة حالب هذا المسار الدقيق اعتقد انه او الكلا بالمسارها او بتكوينها الدقيق وايضا بتجاوفها وهواء الاخيري لازم يكون عندك ميزة مهمة جدا هي المناظير المناظير بتعطي سعة في التعامل كبيرة للغاية مع نوعية مثل هذه الاجهزة ونوعية الامراض المتعلقة بها خلونا النهاردة نبحر في عالم المناظير في عالم المناظير البطن عموما واكيد الجهاز البولي سيكون جزء مهم جدا من عالم المناظير ضي فيه ورائد قدير في عالم المسالك البولية وفخر لنا احنا بنستضيفه وبيقبل دعوتنا وبيسعدنا بحوار علمي على ارقى مستوى هتسمعه القمة العلمية الكبيرة والقمة الجراحية المتميزة استاذنا الاستاذ الدكتور حسد شاكر نقدر نقول في العشرين سنة الاخيرة تم استبداء الكثير جدا من العملات الجراحية بمناظير البطن المناظير لانها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندازة الطبية فتطور التطور كبير جدا تدهي بالتكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة لعملات الجراحية ومضاعفات القرية كلمة الزكية هي مناظير تيامورونة فيها تكنولوجيا عالية موسيقى قدت الى ان المناظير فعلا بقت اقصر قدرة اسهل على الجراح اسهل على المريض قللت فقدان الدم موسيقى المسالك الناس ما تعرفش تترجم اعراضها ولذلك المناظير افادت جدا في اكتشاف كثير من حلول للمشاكل العديدة في المسالك الجولية مصر من اكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المساكل البولية موسيقى الاستاذ الدكتور حسن سيد شاكر استاذ جراحة المسالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جير بكندا عضو جماعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعية التحكم البولي الدولي موسيقى استاذنا وطبعا يعني الرائل القدير استاذ دكتور حسن شاكر استاذ جراحات المسالك البولية بكل الطب بجماعة عين شمس وزميل جماعة تورونتو وماكيل بكندا وعضو جمعية جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية نورتنا يا فندي مشارك كبيراً من هذه الزيارة المناظير دخلت بقوة أو بمعنى صح أزاحت الكثير من الجراحات جانباً وحلت محلها وكان ده له تأثير كبير كده أكثر منظر البطنش لما مخدرين صح؟ فعلاً يعني نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تقريباً تم استبدال كثير جداً من العمليات الجراحية بمناظير البطن وليه أسباب كثيرة جداً جداً يعني احنا طبعاً كلنا نعرف العمليات الجراحية لما بتشوف عيان بعد العملية عنده جرح كبير جداً الجرح ده هو يعني بيميزه وبقية حياته فده على طب نعرف أنه عملية جراحية طبعاً أول حاجة للعيان من الناس بيشوف الفرق ما بين مناظير الجراحات التقليدية ومناظير البطن هو الجرح وهو ده اللي باين من برة وده اللي كثير من الناس ده اللي بيهمهم بيهمهم إن الجرح ده هوت طبعاً بقى بجرح صغير جداً أو يكاد يكون غير مرئي فبالنسبة له هو ده الفرق ما بين الاتنين لكن حقيقةً ده الفروق البسيطة ده ده الجرح اللي هو اللي بتاع العملية بكل عملية الكلا بيبقى الجرح بتاعها الجرحة كبير جداً ومشاكل الجرح الكبير ده هوت إنه ممكن بيكون معرض للتهابات ممكن يكون معرض لفات الجراحي بعد كده هوت طبعاً لما نقارن الكلام ده هوت بجروح المناظير يعني الواحد بيشوف الفرق فعلاً جروح المناظير جروح مختلفة يعني طبعاً يعني أكيد أكيد جرح بسيط جداً جداً يعني بالضبط هو المناظير هي حم نعمل نفس العملية الجراحية بالضبط بس من خلال إخرام صغير جداً جروح صغيرة جداً لاتتتعدد نصف صندوق جرحين أو ثلاثة أو في جراحات المناظير الحديثة بتبقى جروح أصغر كمان ده من وليك الناس هما بيشتغلوا بيكون من غير فتح الجراحي خالص في البطن من خلال إن هي الجروح الصغيرة جداً بهيت ده شكل المناظير لكن ما هوش ده الفرق الوحيد الصلاة لا الفرق تانية كثيرة جداً عدم تعرض الأجهزة الداخلية لجو غرفة العمليات ده بيخلي المريض بعد العمليات بيبتدي يرجع بسرعة جداً لطبيعة الحياة معها والأجهزة الأخرى من تتأثرش بيه المناظير بالجو غرفة العمليات ده إزا ما إحنا شايفين هوات يعني جروح صغيرة جداً بتاعتها للمناظير البطن إحنا حاطين أسهم ناوت لأنها مش بينة حتى بعد مثلاً شهر شهرين خلاص ما بيتش بينة باشك المفروض الصورة تطلع من غير أسهم صحيح ما كانش هتبان خالص لكن الفروق ما بتوقفش عنه هنا مناظير البطن ممكن إحنا نستطيع تكبير بها الأعضاء خمس ستة مرات العيان بسرعة بعد كده بعد ما بينزل في نفس الميوم بيقدر ياكل بيقدر يتحرك بيرجع لشغله في خلال الأيام بسيطة جداً بالمقارنة بالجراحة التقليدية بياخد وقت كبير جداً عشان يقدر يرجع لحياة الطبيعية بالإضافة إن التكبير اللي بيحصل مع جراحة المناظير ده بيخلي فقدان الدم أقل كتير جداً من الجراحة التقليدية بيخلي كمان الأعضاء إنها ترجع لطبيعتها وعملها الطبيعي أسرع كتير جداً كمان بيخلينا أضق كتير جداً من الجراحات التقليدية عشان كده المضاعفات بتبقى أقل كثير المناظير لأنها يعني كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية فتطورت تطور كبير جداً واكتسبت اسم متنوع مبين الزكية ومبين فائقة التصوير بس كلمة زكية دي مرتبطة بالمناظير جداً جداً فعايز أعرف التطورات اللي حصلت هو المناظير البطني دي ابتدت من مدة كبيرة جداً يعني أول ما جات الفكرة لدكات الرواد في عمل المناظير من مئة سنة مثلاً لكن طبعاً التكنولوجيا ساعتها كانت تكنولوجيا ضعيفة جداً فالمراضير حقيقة ظهرت من المدة دي كلها لكن لم تتطور وما كانش ليها تأثير واضح في الحياة الجراحية وحياة المرضى اللي يمكن في آخر عشرين سنة في عشرين سنة بقى الأخيرة ابتدى يحصل تطور كبير قوي لأن ابتدى بالتكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة للعملات الجراحية ومضاعفات أقل يعني مثلاً الوضوح بتاع المناظير ابتدى يزيد جداً غرف العمليات تطورت جداً غرف العمليات دي هيت مثلاً لما تبص فيها تطور من كل حاجة او لحاجة التخدير تطور بشكل كبير جداً خلانا نحنا نقدر نعمل عمليات مناظير البطن دهيات بيسر كبير جداً اللي في النص ده هو ده المتسميه التاور بتاع المناظير التاور بتاع المناظير ده هو ده فيه بقى شاشات عالية الوضوح كاميرات عالية الوضوح أكثر دقة تكبير وهكذا نجي على الصورة الأولينية دي لأن هي اللي فيها الأجهزة كلها فيها الشلة أيوة اللي في النص اللي هو التاني جهاز من على الشمال أيوة بالظلطة كده الأولين ده بتاع التخدير التخدير اللي في النص ده هو الاتطور بتاع المناظير الأول فيه كل حاجة في المناظير مصدر الضوئي ده طبعاً تلوقتي بقى عالي قوي جداً ما كانش زي زمان اللي كمان فيه حاجات اللي هي الأجهزة اللي بتنفق البطن عشان نجد نشتغل جواها دي بقى حاجات أوتوماتيكية وضيقة وبتسخن الهوى ده كله وده اللي بيعمل فرق الأساس اللي ما بينها وما بين الجراحات التقريدية اللي هي بتبقى معرضة لدرجة حرارة الغرفة إنه بطن المريض مش معرض خلص درجة حرارة الغرفة لأجهزة المساعدة مثلاً ده جهاز المساعد اللي احنا نسميه البلازما أو نسميه بالإنجليزي فسل سيلر الفسل سيلر ده احنا زمان كان أي وعاء لو احنا عايزين نقفله لازم نقفله بيا إما بالربط يا إما بحاجة اسمها كوتري دلوقتي بقى الفسل سيلر ده كإني بربطه بدا بيلحم الأوعية الدموية بيمنع نزيف الدم مش كده بس في الليزر كمان تدخر جداً في الكلام ده فيه أجهزة كثيرة جداً ده مثلاً نوع من نوع أجهزة الليزر بتستخدم في مناظير البط أجهزة مساعدة كثيرة جداً خلت تطور بتاع مناظير البط كبير جداً في آخر عشرين سنة الأجهزة المساهمة ده هي مش بس ساهمت في إنها تطور مناظير البط لا كمان طورت الجراحة التقليدية لأن أجهزة دي كمان بتستخدم في الجراحة التقليدية فالتطور اللي حصل في مناظير البطن عاد كمان بالفايدة على الجراحات التقليدية كمان ودي حاجة طبعاً تخلينا يعني نشوف إن التطور العلمي لما بيحصل ما بيحصلش في منطقة واحدة وبيتجنب المناطق الأخرى كثير جداً من التطورات اللي بتحصل في تخصصات معينة بيبقالها تأثير على مناطق أخرى يعني مثلاً الليزر أول ما ظهر ده ظهر في الجراحات التقليدية وبعد كده ابتدي نستخدمه في جراحات المناظير يعني في مناظير البطن وهكذا ورغم أن التطور ده كله حصل حتى هذه اللحظة احنا كل ده بنسميه مناظير البطن التقليدية لأن مناظير البطن في آخر 3-4 سنين اتنقل اتنقل جديدة كمان في التطور بتاعها اللي حضرتك تفضلت بتسميتها المناظير الزكية هي المناظير كلمة الزكية تعنيلنا احنا أو حتى للعامة هي مناظير قادرة على إنها تتعامل مع مواقف صعبة فيها مرونة فيها تكنولوجيا عالية فتقدر تدخل في أماكن يمكن ما كانتش المناظير القديمة بتقدر تدخلها أو لو كانت دخلت كانت تتعمل مشاكل يعني ده المعنى اللي أنا بفهمه صح؟ هو خلينا نقول هو مناظير الزكية دهية ما هواش تطور واحد وحاجات كثيرة جدا حصلت في المناظير فقدت إلى إن المناظير فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض أسهلت وقت العمليات قللة فقدان الدم تغييرات كثيرة جدا حصلت في آخر خمس سنين بالذات أو يمكن عشر سنين اللي ناقلت ناقلة كبيرة جدا واحد دي من أول حاجات اللي حصلت اللي هي المناظير ثلاثية الأبعاد أو 3D طبعا الكاميرات العادية بتاعت المناظير التقليدية دي كاميرات صناعية كأني بتفرج على التلفزيون بالضبط لما تشوف هنا الجراح لابس نظارة زي نظارة بنلبسها في السينما 3D دي لأنه هو الشاشات دي هي طبعا هي مش باينة هنوط لك الشاشات دي ثلاثية الأبعاد دي خلتنا كأننا عاديين جوه بطن المريض يعني كأنك قاعد في وسط قوضة الحركة بتاعتك بقت حركة أسهل كتير جدا البعد الثالث اللي احنا مكناش منش نشوفه المناظير العادية بقنا متشوفه بسهولة أكتر كتير الخياطة أسهل كتير جدا كأنك بتعملها بإيدك فالنقلة 3D اللي حصلت خلت جراحات المناظير للجراح أسهل كتير جدا مش هو دا الحاجة فقط الصورة اللي على إيدنا الشمال دي دا المنظر مش التقليد العادي دا الـ High Definition كمان أو اللي هو منظر عالي الهضوح عملوا حاجة اسمها Spectrum Shift Spectrum Shift دا هو دي عبارة عن تغيير في الطيف بتاع الضوء عشان في الآخر خالص لما تبص الفرق ما بين الصورة اللي على المين دا كأنه واحد جاب ألوان ورسم الأوعية الدموية رسم الأعضاء يعني في حاجات بينها في الصورة اللي على المين مش بينها في الصورة على الشمال مع أنه هما نفس المنطقة بالظبط اللي هو التغيير الطيفي دا هو اللي حصل دا بيلعبه في الطيف بتاع الضوء الجهاز نفسه وبيقدر بقى يميز لك جداً الأوعية الدموية يميز لك الأورام فيخليك وانت بتشتغل تبقى الرؤية عندك أخسر ووضوحاً جداً ده طبعاً بيترجم ترجمة كبيرة جداً على نتائج العملية يعني لو عندك وراء مش واضح هيوضح أكتر عندك أوعية دموية مش واضحة هتشوفها أحسن وطبعاً يقلل فرصة إصابتها يقلل حدوث نزيف يقلل إن الواحد يبقى في منطقة هو مش فهمها كمان ابتدت تدخل الآلات الميكانيكية أو روبوت روبوت أنستومت دي آلات زي ما تشايف دي حركة إيد الجراح الآلة تتحرك زيها بالظبط أنتوا في المسالك رواد الحقيقة الروبوت صحيح أكتر ناس في العالم تشغل بالروبوت جراحي المسالك صحيح يعني إحنا أكتر فعلاً استفادت من الروبوت طبعاً أنت عندك رينج واسعة جداً من أنك يبقى عندك آلات بس روبوت مع 3D مع الـ Spectrum Shift أو هو التغيير الطيفي أو أنك يكون عندك روبوت كامل في غرفة العمليات لطبعاً حسب إمكانيات المستشفى حسب اقتناع الجراح يعني دي مثلاً آلة من الآلات الروبوتية دي من الآلات اللي هي آلية لو جزي ما الجراح بيحرك إيده بره الآلات دي بتتحرك جوه بالظبط لدرجة أنه كمان بتنقلي الإحساس مش مجرد أن أنا بحركها بس لا الإحساس لما الضغط اللي أنا بضغطه بإيدي من بره بيترجم لجوه هو العكس المقاومة بتاعة الأنسجة بحسها في إيه بره فالكلام ده هو طبعاً خلى زي ما بقول حضرت كإني قاعد جوه بطن العيان بشتغل بإيدي طبعاً ده من غير ما نفتح بطن العيان خاص مقيمة مهمة أول جداً يعني ما تستهونوش بكلمة من غير ما نفتح بطن العيان فتح بطن العيان دي بيعرض الأمعاء وبيعرض الأجهزة داخل جسم الإنسان للهوى لهوى الغرفة وده بيعمل تستقاعد ده بيعمل التاباس هو ده سبب التستقاعد بعد كده اللي بتحصل أسباب كثيرة جداً صراحة أول حاجةً ان المريض يعني بتشوف المريض بتاع اللي هو الجراحى التقليدية بيتأخر جداً في النقاحب بتاعته بيتكبر بالمقارنة بالمريض بتاع منور الهائين مناظر البطن يوميها بالليل يتمشأ ويتحرك وتاني يوم الصبح بيشرب ويوميها بالليل ممكن في كتير جدا من العملية بيخرج غير ما الجراحة التقليدية رغم أنها وقتها في غرفة العملية أقل لكن المريض يخد له مدة كبيرة جدا عشان يرجع لطبيعته تاني وده سبب أساسي عشان فتح بطن المريض دي لأنه دي بتبقى بيئة غير طبيعية بالنسبة مهما كان قوى غرفة العملية معاقم لكن درجة الحرارة مش مظبوطة كمان فاكتور الثاني احنا مش فاهمنا حتى هذه اللحظة اللي بتخلي المريض دهوات بيرجع على طبيعته أسرع كتير جدا من مريض جراحة التقليدية المثالك استفاغت كثيرا جدا أنا عايز أروح للبرانش يعاني اللي المصريين بيتأخرو أنا شايف كده أنه المثالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها ولذلك المناظر أفادت كدا في اكتشاف كثير من وحلول لمشاكل عديدة في المثالك البولية فأنا عايز الكلام على المناظر والمثالك هو طبعا احنا من البلاد المشهورة جدا على مدى تاريخنا بمشاكل كثيرة جدا في المثالك البولية طبعا احنا من البلاد اللي هو أبتليات بالهرسيا وعشان كده هو يعني أسد زيتنا القدامة من أكتر الناس اللي اشتغلوا في جراحات المثالك البولية وهو لدينا في مصر ريادة في جراحات المثالك البولية يعني أنا لا أدعيه ولكن أحنا بقول أن مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المثالك البولية سواء التقليدي اللي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات عند أسد زيتنا أو في الجراحات الحديثة دلوقتي وده رقم واحد بسبب الوضع اللي احنا فيه إن احنا عندنا أمراض مزمنة كانت بالهرسيا ودلوقتي اللي أسف ابتدأ التلوث اللي هو أساسا فيه السجاير والعادم بتاع السيارات اللي أدى إلى إصابتنا بكثير جدا من الأوراق جراحات المناظير ساهمة مساهمة كبيرة جدا فيه علاج تقريبا تقريبا كل أنواع الجراحة التقليدية باقت جراحات المناظير بتستبدلها باقت بتدخل مكانها لدرجة لما تبصي أنت في الجايدلاينز أو الإرشادات على مستوى العالم فيه جراحات باقت تلوقتي ممنوعة تعملها غير بجراحة المناظير يعني مثلا الأورام الغدد الفوق الكلوية الكزرية الكزرية دي تلوقتي لا ممنوع أنك تفتحه إلا لو فيه سبب واضح جدا يخليك ما تقدرش تستخدم المناظير يعني أورام ضخم جدا وامتشر وكلام دوت فأنت كده كده تفتح فتح كبيرة جدا في من أجدعه المناظير لكن لو أورام مثلا حجمه هو العادي اللي احنا منشوفه لا حرام أنك أنت تفتح المريض الأورام الكلا يعني مثلا فيه فيديو هنا هوات الورام في الكلا بيستعصل بمناظير البطن من غير ما نفتح المريض ده مردك حرام أنك تفتح المريض فيه أمراض كثيرة جدا أخرى أورام البرستاطا الخبيثة أورام المسانة استقصال الجزء المسانة زرع الحالب ضيق الحالب ضيق اتصال حوض الكلا بالحالب تقريبا ما سبناش مرض إلى وتعام المغزين تلورتنا فد مشرفتنا ويعني زيارة غالي علينا طبعا ضيف العزيز الأساس دكتور حسن شكر الأساس جراحات المسالك البولية الأساس بكلية طب جامعة الشامس زميل جامعة تورينتو مكيل كانت أعضو جامعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد القدير لأمراض المسالك البولية والمناظير كان ضيفي فيه الدكتور خليكم دايما مع المناظير والدكتور